الأهل يتعثر أمام المكولون في مشوار المنافسة على الكمة وفي انجلترا وكالعادة الملك المصري محمد صلاح يحصب بطولة جديدة مع البرد في ظروف غير طبيعية وصبتين أول عشر دقايق وضربة جزاء ضائعة فشأي الأهل في تحقيه انتصار على المكولون تعادل يعطل الأهل في مشوار المنافسة بس لا ينهي أماله حاول الأهل كتير النهاردة بس الحظ العاسر وتقلق أبو السعود منعه إنه يسجل ولو أقول أهل يكسب حاجة واحدة من مباراة النهاردة فكسب عودة الروح للعابيه اللي غايبة بقالها كتير في انجلترا صلاح بيسجل وبيصنع علشان فريقه يكسب بطولة الدرعة الخيرية لأول مرة من 16 سنة قدام منشستر سيدي صلاح دلوقتي كسب كل البطولات مع ليفربول ولسه يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 منذ لحظات منذ دقائق قليلة تعصر الأهل أمام المكولون العرب وتعادل معه سلبيا دون أهداف تعصر النادي الأهلي في مشوار المنافسة على لقب الدوري تعصر وقت ما منفسي الرئاسيين بيفوزوا الزمالك وبرامدز الوضع بالنسبة للأهلي في جدول ترتيب الدوري أصبح وضع مقلق ولكنه ليس بالصعب أو المستحيل ده اللي هبدأ بيه النهاردة عشان شايف بعض من جماهير النادي الأهلي ومع الغضب من التعادل وخسارة نقطتين مهمين جدا في المنافسة في بعض الناس بترمي المنديل في بعض الناس بتقولك خلاص الأهلي كده خسر الدوري أكلينيكيا بس الحقيقة إنه لا لا لسا لسا بدري لسا بدري هتقول ليه لسا بدري ما هقول لو نادي الزمالك كسب المباراة القادمة قدام ببرامدز هيفرق كتير على النادي الأهلي هيفرق خمس نقاط كم لاي عن نادي الأهل در ألو القاهلي كمان كسب المؤجلات اللي فضله هيفرق خمس نقاط عن الاهلي طيب لو خسر هتبقى الأمور قريبة بين الاهلي وبرامدز والزمالك وبالتالي طبيعي جدا ومنطقي إنه الأهل يا جماهيرو هشجعوا بيرامدز قدام الزمالك في المباراة اللي يا يوم لتنين ليه؟ إنه بيرامدز يكسب هتبقى الأمور قريبة الزمالك يكسب الأمور هتبعد طيب الزمالك كسب بيرامدز الأمور لسه قائمة لبيرامدز وللنادي الأهل خسر الأمور ما زالت قائمة في كل أحوال المنافسة قائمة ممكن نتكلم على المباراة فنية النهاردة ونحلل ونقول وهنقول بس المنافسة لسه ما خلصتش صعب جدا إنك ترمي المنديل دلوقتي لسه أصبر أصبر عشان زي ما أنت بتخسر ممكن منافسيك يخسر نقاط طيب إيه اللي حصل النهاردة في المباراة؟ النهاردة أول ملحوظة بالنسبالي بالنسبالي وهي بيعدت عن الناس كتير قوي عشان النتيجة سلبية لو قالك هنكسب النهاردة 1-0 في آخر اللحظات كأنا هيقوله الكلام اللي أنا هقوله دلوقتي إن أنا بقالي فترة كبيرة جدا ما بشوفش روح وحماس من لعب الأهل تحديدا في اللحظات الأخيرة تحديدا في اللحظات الأخيرة النهاردة الأمر مختلف النهاردة الأمر أحسن ده ممكن يكون مكسب وحيد للأهل من مباراة اليوم عودة الروح مرة أخرى للعيب النادي الأهلي مكسب في حد ذاته طيب إيه الخسائر؟ الخسائر طبعا نقطتين إيه المشكلة؟ المشكلة إنه فيه أزمة واضحة جدا في الأمور البدنية عند لعيب النادي الأهلي واضح فيه مشكلة في الأحمال البدنية واضح إنه موسماني كان بيشتغل بطريقة في الأحمال البدنية واضح إن سوارش بيشتغل بطريقة تانية خالص فجسم البني آدم اللي هو لعب الكرة ما قدرش يشفت أو يروح للأسلوب الجديد مش أكلمك بقى من اللي بيشتغل أحسن عشان أعرف الحاجات دي حساسة شوية ومش وقتها بس واضح إنه فيه مشكلة في الأحمال البدنية إصابتين أول عشر دقايق إصابات عضلية لا فيه أزمة ده غير إصابات اللي فاتت كلها لا فيه مشكلة مش ضغط المباريات واحدة واحدة مش أنت أول حاجة هتقول لي لا لا ما هو ما فيش فرقة بتلعب كل ثلاثة يام مطش مش دي الحكاية بس أو طبعا طبعا الأهلي تحديدا عشان مشاركاته الأفريقية ومع المنتخب اللي عابين الدوليين وخلافه عنده مجهود بدني أكبر من باقي الفرقة مفهوم بس حتى لو عندك ضغط المباريات الإصابة متبقى شأول عشر دقايق الإصابة العضلية متبقى شأول عشر دقايق أبدا ممكن بعد الشوت الأول ممكن في دقيقة ستين ما تستحملتش خلاص تكمل عضلاتك ماستحملتش لكن أول ما تنزل تتصاب لا فيه مشكلة في الأحمال البدنية في التدريبات واضح جدا واضح جدا يبدو كده أن الراجل سوارش جاي بيشتغل بأسلوب معين تصور أنه اللي قابله بيشتغل بنفس الأسلوب وده مش صح يعني لو ما كانوا دلوقتي هبدأ أشوف بقى الوضع وأشوف الناس المعاونين اللي معايا هما بيشتغلوا صح ولا غلط مش بقول إنه هو صح ولا غلط يعني هو بيعمل كده صح ولا غلط بس لازم يدرس الموقف كله عشان ده لاعب ولو أحمال البدنية على مدار الموسم بتتوزع بطرق معينة مش هنقشكه في أمور طبية ولا بدنية دلوقتي بس لها طريقة في مشكلة إصابات الأهلي كتير وغريبة ومتكررة جدا مش أكلمك بقى على أسلوب حياة اللاعبين وخلاف عشان ده شيء له علاقة باللعب المصري بشكل عام بس في مشكلة في أزمة إضاعة الفرص السهلة النهاردة من الأهلي مش طبعية إضاعة ضربة جزاء من المتخصص علي معلول حاجة واضح إنه في ضغط وعدم تركيز وبصراحة شديدة في مشكلة في صفقات الأهلي على مدار ثلاثة أو أربعة ترانسفير ماركت يعني فترات تسوقية تسوق لعبين أو يعني تعاقدات في مشكلة إنه الأهلي ما قدرش يدعم ويعمل أبديت للفريق أو أبديت للفريق بشكل كويس فبدأ يعاني لما حصلت إصابات واضح إنه اللي عدتك مش زي اللي موجود أساسي وأصلاً اللي كان موجود أساسي كان الناس بتشتكي منه تشتكي من لعبه وأداءه النهاردة ما كانش فيه لاعب في النادي الأهلي في الملعب كرياتب مبتكر يبدع يعمل الفريق مفيش قل لي اسمه واحد مش هتلاقي اسمه واحد مش هتلاقي أنت مستني كرة عرضية فيه كده مهارات أساسية عند لعب النادي الأهلي مش موجودة مش موجودة عند كثير من اللاعبين فيه أزمة فيه مشكلة فأنت عندك مشكلة في الفريق والأهلي هيخش سوء الانتقالات اللي جاي بقوة جداً أنا بقول لك هو من دلوقتي النادي الأهلي هيخش سوء الانتقالات القادم بمنتهى القوة هو بالفعل دخل خد بالك النادي الأهلي فعلياً تعاقد مع ثلاثة لعبين تعاقد مع ثلاثة لعبين جدد مش هيعلن عنهم دلوقتي ومكتم عليهم جداً عشان ما يبقى وسط تركيس الفريق بس هو تعاقد مع ثلاث لعبين وثلاث لعبين مهمين بس هيبقى محتاج أكتر هيبقى محتاج زيهم على الآل وممكن مرة ونص كمان عشان فيه لعيبة كتير في الآهلي مش قادر أقول إنه هم ما ينفعش يلعبوا في الآهلي عشان هو بصراحة برضو اللعيبة دي اللي خادت اتنين دولة أبطالة أفريقيا وخادت تالت كاس العالم الأندية ما ينفعش يا ما ينفعش الترول الأقصى لأقصى الغرب ما ينفعش بس واضح إنه الاستمرارة عندهم مش كبيرة واضح إنه ثبات المستوى عندهم مش واضح ولعب النادي الأهلي لازم يكون في الأوقات الصعبة جاهز لاعب النادي الأهلي لاعب النادي الأهلي لما يبقى في المنافسة زي اللي موجودة دلوقتي على الدوري ما ينفعش يخسر أي نقاط يبقى مركز جدا كل اللي أنا قلته ده مش معناه أبدا إن أنا بغفل الظروف الصعبة اللي بيعاني منها النادي الأهلي منذ مواسم صعبة جدا صعبة جدا حاجة كمان تقالي النهاردة إنه كان فيه أخطاء تحكمية هي اللي ودت النادي الأهلي لهذه النتيجة أنا عادة لا أتحدث عن الأمور التحكمية أنا عادة ككريم يعني لا أتحدث حتى لو شفت لقطة واضح وضوح الشمس ما بقودش رأي فيها بسيبها المين بسيبها للخبير التحكيمي وما إننا هنسيبها للخبير التحكيمي فمعنا عبر الهاتف الآن كابتن الكبير كابتن جهاد جريشا يا كابتن جهاد أخبار حراك إيه مشرف ومنور كابتن كريم صباح الخير حضرك وعلى كل المشاهدين طيب قولي رأيك في حالات النهاردة إيه أبرز الحالات أنا شايف غضب كبير جدا من جميع النادي الأهلي ومن النادي الأهلي بعد المباراة هل كان فيه أخطاء واضحة فعل النهاردة من كابتن محمد عدل بصة كريم إحنا دائما بنتكلم مع بعض بمصدقية ووضوح لما فيه خطأ بنتكلم على الخطأ لو فيه إيجادة الحكم أو مساعد نتكلم على إيجادة أو الحكم صحيح هنتكلم النهاردة في حالتين تحكمتين مهمين في الماضي النهاردة كل الناس نتكلم عليهم حالة الأولى نجيبها من الآخر خالص لحالة إلغاء الهدف حدف التسلل فيها تماجز كبير من حكم المساعد محمود أبررجال وهنقول السبب إيه السبب إيه السبب إلغاء أو سبب التسلل إيه عشان كل مشاهدين يعرفوا التباصل هذا هو نص قانوني ونص قانوني لا يوجد اتهاد أكتين كريم اللعب اللي هو موجود رامل ربيع موجود في مواقب تسلل لحظة لها بإثنينه للقرة موجود في مواقب تسلل يعاقب بسببين الثنين إما لعب الكرة التدخل في اللعب أو تدخل مع خصم لعب مع خصم يعني عمل حركة أو إيحاة أو إيماء أو تلامس مع المنافس ده أقلت من قدرته على الاشتراك في القرة بعد ما ربط من العرض ده اللي حصل من رامل ربيع وده كان سابة الإلغاء وكان سابة التسلل اللي بحي فيه مساعد مميز زي محمولة بالرجال اللي همثلنا إن شاء الله في كاس العالم قطر عشرين وعشرين لأن القرار في وقت صعب بيئة ٨٨ القرار بين فريقين فريق بينفس على البطولة اللي للأهلي وفريق بينفس على الهبوط المقولين فالقرار في وقت صعب فماتش صعب وده يظهر خامة الحكم أو خامة المساعدة اللي موجود معنا وبالتالي قرار سليم بالغاية الهدف لتداخل الرامي ربيع اللي موجود مواقف التلل مع خص لكن اللي هو مدفع المقبل العرب اللي هو مدفع المقبل العرب وحصل حركة من رامي وحصلت وكمان حصل التلامس بين الرامي والمدافع وبالتالي لازم في اللاطة دي يعاقب رامي على وجوده في مواقف التلل اللحظة لعجة من يوله الكور يعني اللي احنا كنا فاهمينه كابتن جهاد طول ما في تداخل في اللعبة يبقى لو ما فيش تداخل ما يبقاش فيه اوف سايد لو في تداخل يبقى فيه اوف سايد بس الوقت بتقول لي حاجة انت بتوضح لي حاجة انت بتوضح لي حاجة انت بتوضح لي حاجة انه لو التداخل مع اللاعب كمان المدافع بتاع المنافس يبقى هنا برضو تتحس بتسلل بالضبط تتحس بتسلل لانه تداخل مع المنافس وبالتالي لذا نصد قانون ما فيش تكتهاد وبالتالي القرار سليم وحكم على فكرة كمان عجبني في اللقطة كريم السبات الانفعال للحكم المساعد لانه وفق منقراره وعارف ان القراره مزبوط والمراجعة اللي هو شرح اللعبة للحكم الفار وبالتالي وشرح للحكم في الكمميونيكيشن وبالتالي حكم الفار راجحها بمنتهى السهولة يفهل سهل شغل حكم الفار ووصل للقرار السليم وقرار صحيح ومن افضل القرارات يتأخذ السنادي في الدور المصري كتحكمية هو الكابتن محمود أبرجال في كاس العالم يا فندم كاس العالم عشرين وعشرين والقرار ده لازم هو ياخده صح لانه الكارة صعب ولكن لازم ياخده صح في المباراة هو أخذ الكارات صح وبالحقيق على الكارات لو خد معليش بس لو خد عكس الكارات ده وكان هيأثر عليه لا هي ركس العالم بس احنا حنزعل عشان حكم ركس عالم يقطع الخطأ ده بس هو كان يركس عالم برضو ما تمنعه يعني لا عادي جدا القرار الثاني اللي ممكن نختلف مع محمد عبدالفي ستنى Bill بنتكلم فحالة المسك المتبادل بمعنى أنا كمهاجم ماسكan التشيرت المدافع والمدافع ماسك إيد المهاجم حالة المسك المتبادل في أي مكان في الملعب مش ركل في ما نطox جز菜 بس يستمرار الليقى هو قريص تليم أو قريص صحيف أو أنا المهاجم ماسك الأول تشيرت المدافع وبالتالي شفت المسك من المهاجم للمدافع في التشيرت أصفر ورات لحرن بشرة لصالح المدافع ولكن القرار يتأخذ في ملعب راكل الجزاء أنا كنت أتمنى أن حاكم الفار يستاذي محمد عادل يشوفوا اللقطة وأنا كنت واثق أن محمد لو شافه في المنظر المسك المتبادل ده كان هيرجع يعمل وطل حرم بشرة للمدافع أو يستمر اللي أعرض إحدى القرارين هم أصح لكن القرار اللي خاده هو القرار الخطأ وستعاد أقول لك أن القرار ده ما أصطرش هايك المباراة ودي أحسن حاجة في اللقطة نفسها إن القرار الخطأ ده ما أصطرش على نتيج المباراة لما دعوة الجزاء حرارك شايف إن دابل الجزاء غير صحيح دابل الجزاء غير صحيح دابل الجزاء غير صحيح اللعبة اللي كان برضو فيها مطالبة بالطرد أمير عابد اللعبة هل لازم أقول التفاصيل عشان برضو الناس تفهم المكان اللي حصل فيه الاصطدام اصطدام في القصبة مكان صعب السلاح اللي استخدامها المدافع هو الاصطد طبعا السلاح صعب لازم عشان أطرب في المكان ده بالاستخدام الاستطدام في القصبة لازم يتوفر السرعة والقوة دي العوامل اللي هطرب عشانها طيب اللي حصل الاصطدام اللي هو الاستطدام اللي موجود في كعب القدم للمدافع وبالتالي عمل ناس هتفكر كان فيه لعبة للعبة للعبة النادي لديانج دي لعب الإسماعيلي لما مسح على صدر مدافع اللعب الإسماعيلي وقلنا تاعتها لا ترقى للكارة الأحمر لأنه ماتح ما دخلش بكوة ولا بسرعة كان تاعتها ماتش الأهلي والإسماعيلي وتذكر معاه كريم وقلنا تاعتها انذار دي أنجز نصبوط لأن الرجل ما دخلش بالاستدام في السدر السدر مكان صعب ما دخل بالاستدام في السدر وماتح ما دخلش بالكوة والسطوع المطلوبة وبالتالي كان انذار صحيح نفس الكلام هنا النهاردة الاستدام اللي اتاخد برضو ما أكملش بسرعة وقوة وبالتالي النزول من الكرة الأحمر للكرة 13 قرار سليم من محمد عادل مراجع من الضار قرار سليم وبالتالي الانذار صحيح على لعب المقاولين ما تستهلش اللي باستهلش كرة أحمر دي كان أهم تات حالات موجودة كريم معاه نهاردة في التحكيم في المباراة كابتن جهات جريش خبرنا التحكيمي الكبير قبل ما اختم معاك عايز سألك على نقطة شكلية شوية ممكن ما تكونش لها علاقة بالكارات دي وهي اللبس اللي ارتدان النهاردة كابتن محمد عادل وغيره بين شوطايا المباراة في الشوط التاني كان بيرتدي تيشرت أسود الشوط الأول كان بيرتدي تيشرت اللي هو الفيسفوري ده والله يا والله طبعا لابدت نظرنا كلنا وحن نتترك مع بعض في المباراة وطبعا أنا كحكم بيجي لللبس الفريعين قبل المباراة وبالتالي بختار اللبس المخالب تماما لكل اللاعبين واللتنين حراس مرمى فطبعا اختار محمد عادل النهاردة في الشوطة اللبس الفيسفوري وماتشو بيتلاعب تحت العضواء الكشفة مع فريل مأولين اللبس فريل مصفرة كان تحس ان هو اللاعب رقم 12 من لعب المأولين وده كان مشكلة كبيرة في شوط الأولاني هو طحها الخطأ بين شوطاء المباراة وبالتالي لازم كل حكم يدير مباراة لازم ياخد باله جدا من ألوان اللاعبين وحارس المرمى لازم يبقى تلقى تماما عن ألوان اللاعبين في الفرقين وألوان حارس المرمى في المباراة صحيح كابتن الكبير كابتن جهاد جريش خبيرنا التحكيمي الكبير أنا أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وهذه التوطيحات المميزة كالعادة طيب نرجع تاني نتكلم عن المباراة ريكارد سوارش بعد المباراة قال تصريحاته المعتادة تصريحاته المعتادة تحدث عن الأمور البدنية في الأهلي وتحدث إنه الجملة الشهيرة أنا مش ساحر أنا راجل مدرب أنا مش هاجه غير كل حاجة وأنا بصراحة معاه وأنا بصراحة معاه إحنا منطلب من المدرب دايما أول ما بيجي فنادي في منتخب اسحر غير كل حاجة خلينا شوف برشونة بيلعب خلينا شوف منشستر سيتي بيلعب خلينا شوف بيلعب بيلعب ما فيش الكلام ده ما بيحصلش من يوم وليلة ما بيحصلش حتى في الفرق اللي أنا قلت أسماءها دي لما بيجي لهم مدربين يعني بيب جورديوان نفسه قعد فترة بيتعثر مع منشستر سيتي نفس الكسة يورجان كلوب نفس الكسة أنشلوتي وازدان صبر ما فيش أصلا هو جاي في ظروف مستحيل حد ينفع يشتغل فيها هتقول لي مستحيل إزاي هقولك ضغط مباريات كبير جدا الأهلي عنده بعض المشاكل فيما يخص النقل المرحلة الانتقالية ما بعد موسماني ما هو لعبة متعودة مع موسماني على شغل وطريقة فجأة بيتغير الكلام دوت في نص الموسم والأهم من ده كله كمية الإصابات والغيابات اللي مش طبعية في أسماء أساسية أنا هقولك اللي أنا فاكره دلوقت هقولك كده اللي هيب بالي محمد شريف طهر محمد طهر حسين الشحات بيرسي تاو وقابليهم أكرم توفيق وقابليهم عمار حمدي ده اللي بيجي في بالي والنهار ده وصلاح محسن وعند وكان هانين بيتصاب وكان أنا قلت حسين الشحات وكان أيمن أشرف بيتصاب وياسر براهيم بيتصاب وبدر بلون كان قاعد فترة وطهر محمد طهر طبعا مصاب انت عندك أسماء مش عارف يعني مش عارف أعدهم من كترهم انت معك فرقيتين مصابين وعمل السلية أو اللي بقى هفتكره هولهولك وعمل السلية فانت أصلا الوضع غير منطقي وطبيعي ان المداري بيشتغل أنا فهم انك تحاسبه لما يبقى معاه في الأكاملة لما يبقى بادئ فترة إعداد لكن تحاسبه دلوقتي مين مداري بيشتغل بزروف تيه وهايصنع المجد وهايصنع التاريخ مين مفيش طيب هتقول لي طب إيه خلص خلص يعني كده الأمور انتهت بالنسبة لنا في الأهلي لا ما انتهتش بالنسبة لك في الأهلي هقولك إزاي الأهلي في رأيي اللوقتي محتاج انه يبقى أكثر هدوءاً ودي أصعب حاجة هتبقى على قدارة النادي والجهاز الفني واللعبين أكثر هدوءاً في كل التوتر والعصبية دي النادي الأهلي لو عايز يكمل في المنافسة على الدولة لازم يبقى فيه منتهى الهدوء وريني بقى ان انت لعب أهلي دايماً الجملة الشهيرة اللي بيحبها لعب النادي الأهلي وجمعين النادي الأهلي الأهلي بمن حضر اثبت وريني ما تجيش تقول لي بقى غيابات انت لابس تشيرت النادي الأهلي دي الجمل برضو اللي بتتقلم الأهلي بيكسب بما انك لابس تشيرت النادي الأهلي فأي لعب يلبس تشيرت النادي الأهلي يقدر يلعب ويتقلق ويتميز واسيبك من الجمل الجميلة الشعرية الحلوة اللي فيها حماس وروح وعظمة سيبك من كل ده هو فعلياً بما انك انت بتلعب للنادي الأهلي فطبيع انت لعب كبير اثبت انك لعب كبير ورينا ورينا الشطارة انا من الناس اللي داخل هوا النهاردة ولا مقترع انه الاهلي لسه ما خرجش من المنافسة فاهم نوبة الغضب الكبيرة جدا واعتقد نوبة الغضب الجماهيرية عند النادي الاهلي سببها الفواءان اللي فيه الزمالك وفيه برامد فهم القانين من المستقبل اذا كان الحاضر كده المستقبل هيبعمل ازاي بالنسبة للاهلي وبالنسبة للزمالك وبرامدز اللي ماشيين بشكل معقول جدا الفترات الاخيرة بس انا رأيي انه لسه الاهلي هيتعصر تاني الزمالك هيتعصر وبرامدز هيتعصر الشاطر اللي يقلل تعصراته الشاطر مش انه اللي هيكسب كل المباراة اللي جاية مفيش فريق في التلاتة وانا بقوله يعني توقع مش اقولك على مسؤوليته وعلى عظمانت الله اعلم بالغيب بس توقع توقع انه التلاتة هيتعصره في الفترة اللي جاية لسه لسه بدري لسه في كلام كتير يتقال على المنافسة على لقب الدولي فيما يخص انجلترا محمد صلاح داخل الموسم يا ماشاء الله عليه مفيش بعد كده هزور عامل أسست بري أسست وهدف في سلسية ليفربول على منشستر سيتي تلاتة واحد النهارده أرنل سجل في ديئة واحد وعشرين بصناعة محمد صلاح وتعادل علي فارس ليه السيتي في ديئة سبعين وبعد كده صلاح سجل الثاني ليفربول في ديئة تلاتة وتمانين من ضربة جزاء وأول أهداف نونز مع ليفربول جاء في ديئة تسعين دي أهداف ليفربول النهارده على منشستر سيتي فوز كبير جدا فوز رائع جدا ليفربول دي بطولة الدرعة الخيرية النهارده الدرعة الخيرية زي السوبر كده عندنا الدرعة الخيرية بطل الدوري مع بطل الكاس محمد صلاح عمل كل حاجة في هذه المباراة تعالوا نشوف قدميه محمد صلاح أمام السيتي وبعد كده أقول لكم كل البطولات اللي خدها محمد صلاح مع ليفربول محمد صلاح خد كل البطولات اللي شارك فيها مع ليفربول مش يعني المسميات يعني أصد خد الدوري وخد الكاس وخد كاس الربطة وخد سوبر وخد كاس العامل الأندية وخد سوبر أوروبي وخد درع الخيرية خد كل البطلات الممكنة وهستعرض له كل البطلات اللي خدها مع ليفربول يعني كل حاجة قفل اللعبة يعني تعالوا نشوف عمل ايه محمد صلاح في مباراة اليوم محمد صلاح لعب 94 دي طبعا المباراة كلها بالوقت الضايع سجل هدف 30 تميلة صحيحة ديكو تميلات 94% صنع فرص أربعة تزدادوا اتنين منها واحدة على المرمى والمراوغات الصحيحة كانت خمس مراوغات دي أرقام محمد صلاح في مباراة اليوم أما عن بطلات محمد صلاح مع ليفربول فهي كالتالي بص بقى الحلاوة بص الجمال يلا بينا نورة عبطال أوروبا عام 2019 كاس سوى الأوروبي عام 2019 كاس العامل أندية 2019 البريميال ليج 2020 كاس الاتحاد الإنجليزي 2022 كاس الربطة الإنجليزية 2022 وكاس الدرع الخيرية 2022 وحدث ولا حرم أرقام بالكوم بيعبي أرقام أرقام بالكوم طيب أرقام من تتويق بقى ليفربول بكاس الدرع الخيرية ليفربول بعد التتويق تساوى مع أرسنب برصيد 16 لقب من كاس الدرع الخيرية في المركز الثاني خلف مانشستر يونيتر متصدر بـ 21 لقب نونيز هو رابع لاعب في ليفربول يسجل في مباراته الأولى مع الفريق تحت قياد يورغان كروب بعد السلاسي باندايك ومحمد صلاح وساديو مانيه محمد صلاح ساهم في 13 هدفا في شباك مانشستر سيتي في كل البطرات حيث سجل 8 وصنع 5 وهو أكثر فريق ساهم ضده بهداف مع ليفربول محمد صلاح سجل 8 أهداف ضد مانشستر سيتي منذ موسم 2017-2018 وهو أكثر لاعب هز الشباك السيتي خلال تلك الفترة وهدف محمد صلاح ضد مانشستر سيتي هو الأول له في بطولة كاس الدرع الخيرية بعد أن فشل في التسجيل في مشاركتيه السابقتي طيب من محمد صلاح إلى رجل اللي بيشرفنا ورفع رأسنا زي كده محمد صلاح النهاردة محمود حسن تريسجي بيحق أول بطولة أوروبية ليه في مشواره الاحترافي كسب النهاردة مع فريق ترابزون سبور التركي بطولة السوبر التركية النهاردة عمل أداء مميز جدا وشارك في جزء كبير من المباراة فاز ترابزون النهاردة على نظيره سيفاس سبور بربعية نظيفة وكان تريسجي لو دور كبير في هذه المباراة بطولة كبيرة وبطولة مهمة حلو أنك تبدأ مشوارك ببطولة وأداء رائع وأداء كبير كعادة محمود تريسجي حاجة محترمة طيب روحنا إلى صلاح وروحنا إلى تريسجي ويوم المصريين الكبار عمر مرموش النهاردة محترفنا المصري الرائع مع نادي فولفسبورج قدر يسجل هدف قاتل جدا في الدقيقة أو في بلاس 90 عشان يقدر فريقه تتقدم فيه بطولة كأس ألمانيا بأداء مميز وبأداء رائع وهدف كبير وهدف مميز لأمر مرموش لعبنا المصري الكبير تعالوا نروح نشوف تقرير مهم جدا عن نادي وادي دجلة عمل حفل تكريم لفريق كرة القدم للسيدات بعد الفوز بصنايات الدولة والكأس في الموسم المنتهي ونرجع بقى نكمل كلامنا مع واحد من المدربين المحترمين جدا الكبار جدا الكابتن الكبير كابتن حمد إبراهيم بعد هذا الفاصل أريد أن أشكر الجهاز الفني والبدني والإداري والطبي للفريق وكل شكر للبنات اللي شرفونا وبصراحة عملنا إنجاز حلو جدا السنادي معانا مسابقة دوري مسابقة كاس مسابقتين ناشئين الأربع فرق اللي هم متابل للاتحاد الحمد لله كلنا كل الفرق كسبتها في منوادي دجلة وده إنجاز مش سهل إنه يحصل تاني وأتمنى إنه يحصل على طول طبعا أنا بشكر النادي بصراحة من أقل واحد لأكبر واحد موجود في النادي إنهم عاملين معانا دعم كبير جدا والإدارة بصراحة عامل دعم معانا كبير جدا وعلى رأسهم مستر ماجد ومستر هاني ومستر حازم برضو ومستر مارك بس وبشكر طبعا اللعيبة كلها بلاستثنى وعلى رأسهم الناس الكبيرة طبعا إن الموسم ده بسعانا كان طويل جدا بس وبشكر بشكر الجهاز الفني وكابتن وايل عشان ما يخصمني شلم الجنيه بس وبشكر الناس كلها يعني الحمد لله إن احنا عاملين بطولات كويسة وإن شاء الله برضو نعمل بطولات جاية إن شاء الله بإذن الله الموجود اللي تم ده نتيجة تعب عشرين سنة في النادي بنحصده النهاردة بنحصد إن احنا بقينا رقم واحد في مصر بقينا نشارك في القارة بقينا في التوب سفن في القارة فدي حاجة إحنا بدنا نحصد تعبنا خلال الفترة اللي فاتت ومجلس الإدارة وتعب وهدف النادي بإنشاء فريق كورة قدم نسائية في مصر من أقوى الفرق اللي هي بتلعب كورة في مصر هدف النادي بطل إنشاء بطل البطولات بتيجر مع البطل فإحنا بننشي بطل اللعبة بننشي اللعيبة عاوزين قاعدة عاوزين القرى النسائية في مصر تبقى كبيرة مع نجاح ده هدف النادي مع نجاح إحنا بنحصد البطلات ومشاركة في البطلات فده بيبقى الإنجاز اللي بعده على ده صراحة شايفة إن القرى النسائية بيحصل فيها طفرة ويحصل فيها طفرة لسه كمان وهتبقى اللعبة منتشرة بشكل كبير بالنسبة للعيبة المحلية في لعيبة تقيلة أوي عندنا في النادي إن أنا نفسي ألعب مع اللعبة دي كتماهيرة الصراحة ويليس جاية عندنا لعيبة هيلة وأنا ببسلها على المستوى المحلي على المستوى بقى السعيد اللي هو الأجنابي بقى والإحتراف وكده أنا شايفة إن اللعبة مش أحسن مننا في حق كتير بس هما قوة جثمانية وصرعة فأنا نفسي أوصل للمستوى ده واحد من المدربين المحترمين جداً في الدورة المصرية في كرة المصرية بشكل عام محترم هادي ناجح دايماً له بصمات عظيمة جداً واسم محترم جداً في الكرة المصرية كابتنك كبير كابتن حمد إبراهيم ديفي في هذه الفقرة كابتن حمد مشرف ومنور سعيد جداً بتواجدك أنا اللي موصول كده أنا كريم وكل لسان طيب وسعيد جداً أنا معك والله كريم أنا أسعد وانت طيب وبخير الأمور تمام؟ والله في نعمة موصول دلوقتي في الأجازة؟ جداً جداً مرتاح ها؟ ضغط كبير جداً يا كابتن حمد عليك تحديداً أمني نخش فيما يحدث في الكرة المصرية بس الراجل اشتغلت مع كابتن عاب جلال الفترات طويلة اسمك دايماً ارتبط معك ارتبط مع كابتن عاب جلالي يعني نادراً لما بيتقال اسمه مدرب عام مع مدير فني بس اسمك دايماً كان يتردد وكابتن حمد إبراهيم وكابتن حمد إبراهيم تجربة مع الإسماعيلي ماكملتش بظروف الإسماعيلي وخلافه الفترات اللي فاتت دي كلها ضغوطة عليك طبعاً فيها في النص كلام عن المنتخب وخلافه ضغط ضغط طول الوقت اتعاملت ازاي مع الأوضاع دي كلها؟ والله الموضوع صعب طبعاً بس احنا خلاص تعودنا يعني الواحد تعود بقاله فترة في جوة الشغل نفسه فالواحد يتعود على الكلام دوات والواحد بيقابل الكلام دوات عارف أنت لازم تقع تفكر كويس جداً في كل حاجة بتتقال عليك أو بتتقال ضدك بحيث أن أنت تقدر تفكر وتقدر ترد كويس فأنا بقول إن هي الحمد لله دي نعمة من ربنا أن أنت تقدر تتحمل الكلام دوات ضغوط كانت كبيرة جداً حتى جوة الشغل بقالنا من أول ما احنا مسكنا المخاصة 2013-2014 وأنك أنت بقى بتحارب عشان تعمل اسمك وبتحارب أنك أنت تحط نفسك وتحط نفسك مع المدربين عشان يتقال أن أنت بتعمل حاجة فدي بتاخد منك وقت وتاخد منك مجهود التاني حاجة يعني كابتن إيهاب من النوعية اللي دايماً حطت علينا هو للضغوط مش اللي بره هو اللي بيحط علينا ضغوط إنه هو دايماً عايز يبقى حاجة كويسة دايماً عايز يبقى الأحسن عايز يرتقي بنفسه الأحسن فأنت دايماً هو ما بيقبلش إنك تأمل حاجة حتى نص ونص يعني دايماً في الشغل فأنت بتفضل طول اليوم بنخلص تمرين بنفكر في اليوم اللي بعده حتى ما بتقدرش تريح يعني بتفكر في تاني يوم مشاكل اللعيبة زي هتطور اللعيبة بكرة زي هتأمل حاجة فالضغوط دي احنا بنحطها على نفسنا فأنا بقول هي كانت فترة صعبة جداً بقى أنها فترة لكن الحمد لله طبعاً أنت بقى تحديداً في الكارات اللي فاتت دي كلها في خطوتك اللي فاتت دي كلها في أي خطة منهم قلت يا ريتني ما خدتها والله يا كريم الواحد ما بقولش كده لأن الواحد طبعاً أنا باعتمد على ربنا في كل حاجة الحمد لله والواحد بيستخير ربنا في كل حاجة فأنت بتبقى مرتاح الحمد لله رب العالمين فأنا بقول إن كل حاجة بتحصل لك دي هي قدر من عند ربنا والواحد بيبقى مرتاح جداً ومبسوط جداً في اللي هو بيعمله أنا مش من نوعية اللي أنا بأخذ حاجة بسرعة وبعد كده بقى ندمان أو بقى زعلان لكن في الأول في الأخر قل لن يصيبانا إلا ما كتب الله ولأنا ده على طول في كل حاجة فأنا باعتمد على ربنا باستخير ربنا في كل حاجة فالحمد لله ما بقى زعلان ولا كريم لكن الواحد بيبقى نفسه الموضوع يكمل شوية وتقدر تعمل الحاجة اللي أنت بتحباه لكن الواحد في الأول وفي الأخر برضو بأحمد ربنا أنا هنا في البرنامج ده أول معرفة قرار الإسماعيلي بتعيين الكابتن حمد إبراهيم مدير فني تضاعته هللت وقلت اللي اختار الكابتن حمد إبراهيم لا مش هنحركه قدامه وده مسجل يعني فأنا قلت إنه اللي اختار الكابتن حمد إبراهيم ده شخص زكي جداً وبرافو إنه خده الكابتن حمد إبراهيم راجل عنده كورة واللي يعرف جوه الشغل بتاع الفرق اللي كان بتضابه الكابتن إبراهيم جالي يعرف دور الكابتن حمد كان عامل إزاي فتختار مدرب عام من فريق تيجيبه مدير فني وانتعرف إمكانياته ده اختار كان امتياز وتصورت إنه هيبقى فيه قصة نجاح عظيمة في الإسماعيلي وقلت إنه ديبقى دي أهم انطلاقة للكابتن حمد إبراهيم وحلو جداً أنه يبدأ كمان مع فريق كبير زي الإسماعيلي اسم كبير وجماهيرية كبيرة إيه اللي حصل؟ والله يا كريم بطسة هي فرصة كانت كبيرة جداً بالنسبة لي طبعاً بس أنت عارف إيه أنا مرتبط جداً بالكابتن إيهاب وشغلنا كله مع بعض وهو الرجل بصراحة هو اللي صمم أننا يعني أخوذ التجربة كابتن إيهاب أهو عارف أنت حد بي زي والدك أخوك كبير دايماً بيدور على مصلحاتنا اللي قحناك حين مع بعض دايماً فأنت لما يجي لك فرصة مش أقول لك لأنا وبيدور دايماً على مصلحاتنا فلما طبعاً اسم النادي الإسماعيلي الوحده وأنا من ولاد النادي الإسماعيلي الناشئين واتمرنته ومرنته واشتغلت فيه كمان مع كابتن إيهاب يعني وأول شغل لي في الدور الممتاز كان في النادي الإسماعيلي مع ميستر ريكاردو وكان كابتن محمد وهب قبله وميستر ريكاردو يعني فالواحد عارف ظروف النادي وعارف الدنيا ماشي هناك إزاي وأنا بقول لأن أنا رحت كانت ظروف الفرقة نفسها ظروف صعبة جدا من تسع مباريات أخذين تلاتة بونت وكان عندهم هزة كبيرة جدا وروحت اللعيبة عندنا النادي الإسماعيلي عنده لعيبة كبيرة جدا لكن كان عندهم مشكلة أنهما ما فيش استمرارية في اللعب يعني ما فيش استمرارية في اللعب ما كانوش بيلعبوا يعني ما كانوش كمان بيلعبوا وغير المستوى نفسه فإنك إنت تروح عبالما جاهز بقى الفرقة يعني مش عايز أقول أسمال أن هما كلهم طبعا إخواتي صغيرين وأنا كنت بعمل اللعب يعني معاملة الإخوات يعرف أنت لكن في حدود بقى لغاية حتة معينة لو أنت رايح لهم في الظروف هم أصلاً مضغوطين فيها جاهزين جداً جداً وأنا كنت بحاول لطلع الفرقة من الحتة لأن كان موقف صعب جداً وكان عبالما تصبب دقا الحمل لنفسه لكل اللعيبة لأن كان فيه لعيبة بعيدة ولعيبة بتلعب ومجموعة لازم هتخدها على جنب كده شوية عشان أنا رحت فجأت أن أنا عندي تسعة وثلاثين لعيبة في الملعب فرقم كبير جداً عشان تقتفكر أنت مع اللعيبة دي هتاخد منك وقت فالحمد لله رب العالمين يعني أنا رحت اشتغلت تاني يوم على طول ودخلت على مباراة على طول الجونة وتحملت المسؤولية واتغلبنا واحد سفر في المباراة الأولى وبعد كده بقى رحنا للمقصة تاني ماتش وكنا كسبنين اتنين سفر وعملين ماتش كواس جداً وبعدين في 8 دقايق حصل دخل فينا هدفين وبعد كده جلنا ضربتين جزاء في المنهبين مباراة يعني الحمد لله عدى المباراة وتعادلنا أول ماتش وبعدين رحنا للمصر كسبنا في بره رجعنا للشرائي الدخان كسبنا يعني الأمور كانت ماشية بس أنا كنت متأكد وعارف وأنا كنت بتكلم مع رئيس النادي يعني أنا بسلم عليه طبعاً هو رجل من الناس المحترمة جداً اللي بتحب النادي الإسماعيلي جداً ولكن في حاجات بتعطل بقى كريم يعني انت عارف ايه أنا من النوع اللي أنا بحب بقفل على الفرقة مثلاً يعني فرقتنا بقى خلاص في حتة معينة وأنا بحب أتعامل مع اللعيبة مباشر في كل حاجة يعني بشوف ظروف اللعيبة وبتعامل زي مع اللعيبة فأنا عارف ان احنا هتاخد مننا وقت هتاخد منك مش أقل من 6-7 متشوات وبل ما تعدل بس وتثبت الرتم نفسه بتاع الفرقة طبعاً روحنا بعد كده كنا باللعب انبي في الإسماعيلية وكنا عملي مباراة هيلة جداً يعني من أحسن مباريات الإسماعيلي السنة دي حالة ذكرت في نص كلامك دلوقتي رئيس النادي في الجملة بس أنا ما فهمتش توصد أنه رئيس النادي وانت عايز تقفل على الفرقة كان فيه تدخلات بتحصل لا أنا عادة أنا أكريم ما بديش دماغي بقى يعني خلاص انت مجلس إدارة أو الناس المسؤولة في النادي طبعاً ليه كل الاحترام والتقدير لكن في الأول وفي الآخر فيه حاجات بتحصل جوه الشغل أنا بحب أنا بتعامل المباشر مع اللعيبة وهم بصراحة يعني ادوني كامل الحرية في الحتة دي لكن أكيد فيه واحد ولا تنين ما بقاش الأمور برضو بيستهواها الكلام دوت وبتبقى متضايقة من بعض الحاجات لكن أنا أخدت كامل الحرية واشتغلت بالفرقة وأنا بقول لك يمكن أحسن فترة من الفترات اللي أنا اشتغلت فيها أنا مبسوط جداً الحمد لله رب العالمين أنا حتى لما سبت الفرقة ومشيت حمزة نفس الفرقة اللي بتلعب يعني كل الأمور ماشية هي بنفس طب ليه حضرتك مشيت والله بص أنا بقول لك يعني الأمور إلى حد كبير كيتمشى بشكل معقول وفي الظروف الصعبة يعني أنت بكت شهين فأكيد أنا وانا رئيس نادي مش هجلت لهم منك تكسب لي كل المطشاط اللي جاي بص أنا بقول لك كريم هو موقف صعب جداً النادي الإسماعيلي في ظروف صعبة جداً عندنا جمهور بيحب النادي وبيحب الفرقة واللي لقف في النادي وعاش الفترة اللي جوه النادي هيعرف قيمة جمهور النادي الإسماعيلي فعلاً بيحب الفرقة بشكل غير عادي يا كريم لكن هي بعض الأراء كل واحد له رأي في حتة معينة أنا مش عايزة أخش في تفاصيل فيها بيني وبينك لأنها هتزعى الناس كتيرة يعني أنا لو اتكلمت في حاجات ناس كتيرة هتزعى في المجلس الإدارة أو في الجمهور يعني في العادي يعني في المجمل لا في ناس في بعض مجلس الإدارة لكن الواحد بيسابها لوقتها لأن النادي الإسماعيلي يمكن أنا من يوم ما مشيت ما طلقتش كلمت خالص في الأول وفي الأخر أنا بحترم المكان وبحترم الناس وظروفه صعبة وظروفه صعبة طبعاً والنادي بتاعنا ما ينفعش أن أنت تطلع تقول حاجة تاني حاجة الجهاز كله اللي موجود اللي جيه كلهم إخواتنا وصحابنا والواحد بيتمنى لهم كل التوفيق والأمور بقولك إحنا عايزينها إحنا عم بقى بنزق يعني الحمد للارد طب وإنت موجود في الإسماعيلي كنت بتلاقي مساندة من ما يسمى بأبناء الإسماعيلي كنت بتلاقيهم بيديوك سابورت بيساعدوك والله مش يعني مش يعني ما ما حاستهاش أوه مش قوي طبعاً يعني برضو بصك كيمو أنت لما بتيجي تشتغل بقى قدامك تحديات كبيرة ما بتقعدش تبص الحاجات طب لو سألتك العكس لقيت مثلاً عرقيل من الأمناء الإسماعيلي ما مش برضو ما ببصش والله كريم والله حتى في شغلنا العادي إحنا ما بنحطش دماغنا في الحاجات دي لكن طبعاً أنت عايز تشوف شغلك وتشتغل وتشوف الفرقة بتاعتك تشوف نتايج بتاعتك وإزاي تقدر تطور اللعيبة في وقت خد بقى ما كانش عندي وقت أصلاً أنا دخلت على مباراة تاني يوم من التعاخد وكل ثلاثة أيام كانت مباراة على طول فما كانش عندي وقت هي الفترة الوحيدة اللي هي بعد مطش المصري اللي احنا كسبناه في اسكندرية بعدها أعدنا فترة سوريا ما عليش نادي الاتحاد طبعاً وبعدنا فترة ريحنا وبعد كده رجعنا على مطش الشرق دخان كسبنا وأعدنا يعني الأمور كانت ماشية بشكل معقول جداً أنا بقول لكن أنا بقول هو توفير ربنا طبعاً والحمد لله رب العالمي أنا مبسوط جداً بالفترة اللي أنا قضيتها وزي ما بقول لك هو توفير بس بتاع ربنا وأنت موجود في الإسماعيل هل عرض عليك الكابتن إهاب جالي أنك تبقى موجود في جهاز المنتخب؟ والله يا كريم بص الكابتن إهاب أنت العلاقة بيني وبينه مفتوحة جداً يعني والكلام مفتوح لكن هو كابتن إهاب كان حابب أن أنا أكمل وهو لما مسك المنتخب كنت أنا موجود في الإسماعيلي والراجل كان عايزنا يعني هو كان حابب أن أنا هو نفسه اللي مش عايزك تاخد خطوة أنك تبقى مدرب عامتي هو عايزك تبقى مكامل مدير فني وأنا طلعت أخد بالك يا كريم هو لي دين كبير جداً في رئابتي وأنا شغال مدير فني قلت لو هو كابتن إهاب طلبني أشتغل معاه فرقة مش في منتخب يعني فرقة مساعدة هروح من غير تفكير يعني والكلام ده بأخد بالك ما بقولهوش عشان لكن فعلاً أنا كابتن إهاب يعني بص في حاجة بتتعلمها كل يوم يا كريم أول حاجة كبناء آدم كشغل بقى يعني الشغل ده على جنب لكن كبناء آدم كمان أنت بتعامل مع حد محترم جداً الشغل كل يوم أنت فيه تطور في حاجة معينة بتتعلم حاجات كتيرة يا كريم أنت شغال معها فأنا أنا بقول لك كابتن إهاب ده على جنب الواحد ولأننا مش هقدر إيه مهما أتكلم ما أقدرش هو فيه حقه بالنسبة لأنا شخصياً وهو عارف أن احنا بنتعامل إزاي أنا هو مع بعض لأننا هو السجاك مفتوحة بيني وبينه فكابتن إهاب بالنسبة لي أقول لك حتى لو هو كان نفسه أننا أكمل التجربة وأعد المرحلة دي لما مشيت من الإسماعيلي كانت خلاص بقى يعني عارف أنت إيه خلاص هو معه جائز وهو الراجل ملحقش أصلاً يشتغل يعني هو الراجل ملحقش أصلاً يشتغل في المنتخب فما سيبك بقى من التفاصيل الصغيرة لأي كلام بيقوله أي كلام أي لأي كلام بقول لك تفاصيل كده فيه تفاصيل بيقولوها أي كلام في النصص لي مش عارف أي حاجة يعني لكن هو مدرب كبير جداً أنا بقول لك كان هتستفيد منه بشكل كبير جداً هدوءه وتطوير اللعيبة ده كان هيفرق كتير جداً على اللعيبة كتير في المنتخب اختياراته كانت هتفرق كتير جداً مع المنتخب لكن زي بنقول برضو هو توفيه ربنا ونواء يا رب إن شاء الله يوفق الناس اللي جات وبالتوفيه لمنتخب مصر إن شاء الله طبعاً كل التوفيق وأسألك عن مدرب المنتخب الجديد طبعاً بس الأول كابتن عاب أنا عارف نوع فاتح معك أنتوا بتكلموا مع بعض على طول حتى لو كنا بعايزيني كابتن عاب جالبتنا بنحاول أنه يصل لكابتن حمد هو الفتر الأضاع مع المنتخب واجه صعبات كبيرة جداً وكثيرة جداً وصراحة شديدة كده وزولي من الراجل يعني ما نحققش ياخد وقت يعني معايير الكورة ما نحققش أي علاقة بس أكر عشان بس وإنت بتكلم برضو يا كريم إنت بتكلم في واحد جهة في نهاية موسم صح نهاية سيزون صح محمد صلاح راجع من المنتخب من نهاء دوري الأبطال صح خسران وموسم مهلك بالنسبة لمحمد صلاح طبعاً ودية الراحة السلبية اللي بياخدها كل سيزون عشان يقدر يكمل سيزون عمر مرموش مصطفى محمد ترزيجي راجعين من يوم 14 وكان المعسكر يوم 30 صح من يوم 14 واخدين راحة الدوري عنده خلصان فهم مريحين كانوا بيتمرانوا تمرين فردي يعني بدون ذكر اسمها مع ناس يعني مع المدربين في المنتخب بيتمرانوا تمرين فردي حتى لو انت مرنتوا أخصى تمرين مستحيل هيخش جوه النظام أو جوه الحمل البدني اللي المفروض يشتغل به اللعيب فنقول 3 لعيبة أهد الأربع لعيبة المحترفين اللي عندك لعبت النادي الأهلي راجع خسرانة من الوداد والنهائي وراجعين نفسياً متضمرين وبدنيين عندهم مشكلة وبدنياً هما أصلاً موسم طويل جداً مين هيستحملها كريم؟ احنا بقى إنا 3 سنين يا كريم الدور بيلحم على طول ما عندناش راحة وبعدين بنضغط نفسنا نحنا بنيجي عشان ناخد فترة راحة نضغط الدور يبقى كل 3 أيام مباراة فاللعيب نفسياً يستحمل إزاي؟ ده بنى آدم لا وسيكون بقى من اللعيب هو دايماً إحنا ليه بنحاسب المدرب يعني كل اللي بيحصل ده وتيتقول أصلاً المدرب أضار المباراة وعش على فكرة أنا بقولي الكلام ده على الكابت نعاب جلال وقلته قابليه كمان على كالوس كيروش إنه الراجل يا جماعة ده المكسيم يعني كلوس كيروش لما اشتغل ده المكسيم ليه يقدر يوصل له لكن كمان الكابت نعاب جلال ما الحقش أصلاً هات أعظم مدرب في العالم ودي له مجموعة اللي هي اللي كانت بتشتغل اللي هو لائب بيها المباراة التانية هنقول بسخد بالك عشان هنقول مباراة سيئة أسيوبيا ما فيش فينا حد يختلف ونقول مباراة أسوأ مباراة لعبناها لكن برضو تعالى أقولي بقى وإحنا بنتكلم إن أنا عندي تجمع شهر عندي 15 يوم هتكلم عن لعيبة أنا الراجل عمل تجمع يوم 30 لعب يوم 5 ويوم 9 ده إحنا كالمفروض يلعب يوم 4 وأخروها يوم فأنت بتتكلم في 5 أيام معسكر ولعيبة راجعة ما فيش تمرين أصلاً يعني ما فيش تمرين حتى الفرق اللي 4 أيام أنت لعبت المباراة هنا اللي إحنا لعبناها الأولانية وتاني يوم استشفى وسفروا بالليل فما فيش تمرين بالماء أنا مش عايزين برضو نقولي يعني أنا بقول برضو هو كانت تجربة ظلمة جداً وأنا بقول هي ظلمة كلها للمدربين المصريين لأنك أنت لو أنت اتحاد كورة أنت بتقلل اسم المدرب المصري ملهاش جعه بقى بالكابتن نهاب جلال لوحده أنت ظلمت كل المدربين المصريين مزهوط لكن أنا بقول إن إحنا برضو نفس الكلام أقول الحمد لله يمكن ربنا إن شاء الله يعوضه في حاجة أحسن كتير الفترة اللي جاية ناوي تشتغل مع كابتن نهاب جلال في حاجة إن شاء الله مش لازبت لهالي بس في حاجة أنتم جاهزين للمسم الجديد والله بصة كريمة إحنا سيبين على الله ليسه طبعاً في يعني كذا كلام الحمد لله كلام لكن برضو أنا مش هو دوت الشكل العام لكن أنا بقول إن إحنا في الأول وفي الآخر إحنا فريق واحد وإحنا ما نفترقش عن بعض أبداً لكن في الأول وفي الآخر إن شاء الله بس هو يطلع من من الوقت الصعب أو الموقف الصعب اللي هو محطوط فيه لكن أنا عارف إن هو راجل مؤمن وعارف هذا الكلام لكن هي تأثير نفسي في الموقف نفسه بي ممكن ترجع تشتغل مع كابتن إهاب جلال في الإسماعيلي؟ والله ما عرفش ما عرفش بس ما فكرش فيه آه أنا بفكر في حاجة واحدة بس هو إحنا إزاي كابتن إهاب بس فين بقى ما بحسب لهاش والله كريم يعني ما حسب تلهاش هو من الشخصيات المحترمة جداً بقول لك بص مهما نتكلم عليه بصلاح أنا قابلت مثلاً 3 أو 4 مرات التـ 4 مرات أنا شفت أولاً مدرب كبير جداً أنا حضرت تدريبات لليكو تدريبة محترمة جداً من أحسن التدريبات الممكن تشوفها شغل أخلاقي وسلوكي مع اللاعبين مفيش بعد كده ومع الناس كمان مفيش بعد كده أنا حقيقي كابتن إهاب جالك كنت متفاعل له جداً مع منطقة مصر والله هي الظروف يعني الظروف لكن أنا بقول يعني الحمد لله الحمد لله رب العالمين خير إن شاء الله ربنا يحوضه إن شاء الله خير طيب بمناسبة المواقف العجيبة اللي طلّها السنة دي زعلان على بيرامنز زعلان أنت مش موجود أنت وكابتن ده مشروعكو أو أنتو الشغل اللي اتعاملت دلوقتي أو اللي بيحصل في بيرامنز دلاتي والحالة الحلوة اللي فيها بيرامنز طبعاً يحصل للجهاز الفني الحالي أكيد طبعاً بس أنتو كان لكو جزء كبير في مونة جديد لبرامنز طبعاً طبعاً يعني الواحد زعلان جداً مش عشاء لكن هو طبعاً نصيب لكن في الأول وفي الأخر هي أول سنة بفضل الله من أول ما بيرامنز اتعاملت تمشي بالشكل ده في بداية السيزون ودهت من الحاجات الكويسة لأن احنا التعامل مع اللعيبة وإزاي أنت التعامل مع اللعيبة كبار لأن أنت عندك هناك عندك ما يعادل منتخب مصر يعني اللعيبة هناك ولعيبة كلها بصراحة لعيبة محترمة فأنت مشروع كان مشروع من الحاجات الكويسة جداً أنت سيبت فرقة كبيرة يعني أنا يعني أنا مش عشان أنا ما كنت بمرأ بيرمس لكن بقول هي فعلاً هنقول هنقول ثلاث فرقة في مصر هم أفضل ثلاث فرقة بس بيرمس عندها ما يخليها تاخد بطولة فعلاً بس اللعيبة تصمم شوية أو اللعيبة بس تبقى عندها فعلاً عزيمة من جواه أن هم فعلاً عايزين ياخد بطولة اللي غير بيرمس الفاطر اللي انتو اشتغلتوها مع بيرمس اللي غير بيرمس السنة دي عن ثلاث سنين فاتوا يعني البرمس السنة دي وأنا قلت الكلام دايماً أنه تحس السنة دي لأنه فريق بطولة دايماً كان عنده لعبين رائعين بس ما تحسش أنه فريق بطولة والله هي البداية البداية والتنظيم طبعاً والتعامل اللي كان تنهاب مع الشغل اللي كان بيحصل مع بعض اللعيبة فردي مع اللعيبة نفسها مع حمل منتظم بالنسبة للعيبة مع تعامل كبير حاجات كثيرة برضو كريم ما شاقدر أخش فيها لكن الراحة النفسية بتاعة اللعيبة للمدرب اللي هو بيشتغل معاهم قناعة حاجات كثيرة بقى بتحطها جوه النظام بقى حط بقى النظام بقى جوه الشغل نفسه فبيجي تكييز دلوقتي ما بيلاقيش بيلاقيش تعب لأن اللعيبة خلاص هم حافظين وفي نفس الوقت انت بتحط بقى الحاجة اللي تخص تكييز على الشغل بتاعه فبيلاقي الدنيا سهلة يعني طيب كان بيتقال دايماً في البرميند أنه الفريق في كل اللعب بيعمل اللي هو عايزه اللعيبة بتاخد حريتها على الآخر اللي بيجي تمين بيجي براحته واللي مش عايز اللعب ما بيلعبش واللي بيزعل بيزعل واللي بيبس بيبس كنت بتسمع انت أكيد كنت بتسمع الكلام ده من برة لما دخلت جوه أنا كنت بسمع القوضة والقوضة مش أنا بقول لك لعيبة محترمة بجد يا كريم أنا تعملت مع لعيبة لعيبة محترمة جداً بيتعاملوا اسماء كبيرة هيظل ان في بعض المشاكل بتحصل زي كل الفرق كل الفرق اللي في العالم وحاجات فردية اخد بالك ما فيش حاجة جماعية صح عندهم كبير بيسمعوا عبدالله بيبقى موجود شريف أحمد فتحي فالناس بتسمع للناس الكبيرة برضو لما يبقى في مشكلة لكن في الأول وفي الآخر أنا بقول لك هما لعيبة كبار يعني دي قال لي كلمة أقولها هما لعيبة كبار جوه القوضة فبيتعاملوا وانهما لعيبة كبار وبيتعاملوا أنا ما شفتش حاجة بصراحة خالص خالص يعني الحمد لله فضل الله ست شهور اللي احنا شغلناهم فعلا تبقى مبسوط وانت شغال مع اللعيبة دي يا كريم تاني حاجة ما فيش حاجة ولا انت اللي بتحط النظام اللعيب اللي بيلعب فردي دوت هو بيلاقي السلوك اللي يشتغل به جوال ملعب حتى في النظام في أشكال اللعب المختلفة اللي بيلعب فيها هو اللي بيلاقي الكلام ده أو المدرب ما بيحاسبهش على حاجة معينة فبياخد حريته في الكلام ده لكن بعض الحاجات انت بتسيبها للعيب أكيد طبعا لازم تسيب له بعض الحاجات جوه الملعب اللي تصروا فيها ما يخدم الطريقة اللي انت بتلعب بيها ما فيهاش مشكلة رمضان صبحي تحديدا هو كان من أكتر العميل اللي بتالع اليوم كده رمضان رمضان عمل زي الأطفال يعني عارف انت جميل يعني عارف انت ملتزم جدا يعني أنا بقولك أنا بقولك يعني الحمد لله كل اللعيب طبعا لكن رمضان ملتزم جدا التمرين بتاعه عارف هيشتغل ازاي وقت التمرين في المطش بيعمل ايه بيشتغل بص التكوين كله لكل اللعيب بصراحة حاجة هيلة جدا طيب عبدالله السعيد تحديدا رجل داخل 37 سنة مستوى رائع ما زال هو من الأفضل في مصر اللي لم يكن الأفضل بيقدي مستويات مدهشة دايما هو محوى الأداء في القيادة طول الوقت حال عبدالله السعيد يا فده ده عشان محافظ على نفسه يعني عبدالله ما هم أقولك برضو كريم لأ ما أنا عايزك تقول لي عشان الناس تعرف زي عبدالله وصل لحد السرعة عبدالله محافظ على نفسه جدا عبدالله أول واحد في اللعيب بص بقى بعيد عن كل دول يعني هو وشريف يعني عشان بس سمع أول واحد بيبقى موجود في الملعب قبل التمرين ويوقف يشتغل الشغل بتاعه اللي بيشتغله قبل التمرين بيخلص تمرين بتاعه عارف بعد التمرين هيروح ينزل السشفة بتاعه ويشتغل الشغل بتاعه عارف الأكل اللي هو بيأكله عبدالله ما بتقولهش اعمل حاجة يعني عبدالله من اللعيبة اللي ما تقولهش اعمل حاجة خالص التمرين يا كريم ما تسمعش صوته والله يا كريم ما تسمع صوته بيشتغل بس تتقطع بقى منه الكورة وحد يخبطه هو يخبط حد لا زعيق ولا اخناق ولا انا كابتن ولا الكلام دكول ولا بقولك ما تسمعش صوته اللعيب عايز تمرن فحاجة من الحاجات اللي انت تبقى مبسوط وانت بتشوف اللعيبة دي انا بقولك ساعات كنت ببقى خايف في التمرين التمرين موت يعني عارف انت ايه دخلت اللعيب يقوم وسلموا على بعض وقوموا بعض مفيش كلمة مفيش حد بيفتح بس بيتمرنوا فدي الحاجات اللي توري لك ان دي فرقة فعلا فرقة بي عبدالله السعيد فنيا بقى في جملة شهيرة اللي هي عبدالله السعيد منوش بديل عبدالله السعيد لا انا 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 اقول انه عبدالله السعيد مش شرط ما يكونش بديل ممكن يبقى فيه بديل بس مش اسلوب عبدالله السعيد مش اسلوبه اه بس عبدالله السعيد فعلا اسلوبه مميز طريقته شغله الفني في الملعب انا انا متخيل لو انا كريم المدرب في الملعب انا استقول معايا عبدالله السعيد بيملك كل المسيحات بيتحرك كويس عنده كل المهارات بيصوب بيمرر بيشوت بيدافع بيهايب بيعمل كل حاجة عبدالله فنيا بقى كاكيمة في الملع أنا عبدالله بطبسط لما بيستلم الكرة أيوة بس دي رقم واحد هو بيستلم الكرة زي بيوسع لنفسه زي فدي حاجة بصة يا كريم دي بداية الشغل كله في لعيبة بتروح تستلم في الحتة اللي تلاقي نفسك أنت أصلا هو بيستلم بجسمه أصلا غلط وبيستلم في حتة دي يقفى الضغط عليه بالكرة ويقولك سعيدة قصة الله يعني مزنوب عبدالله وسهل عبدالله سهل كمان أنا بقولك بقى ما هو الزكاء ده اللي هو إيه أنك أنت تلعب السهل اللي هو أصعب حاجة في الكرة ما فيش حد يقدر يعمل اللي هو بيعمله ده صعب جدا أنه يقدر يستلم زي بيعدل جسمه ولما بيعدل جسمه خلاص عبدالله بيبقى شايف الملعب حتى لو عكس عكس اتجاه جسمه هو شايف لأنه قرر اللعبة كلها عشان كده احنا بنقول للعبة إيه خد لقطة يعني إيه وانت بتستلم أخد لقطة للملعب وبعدين نلعب اللعبة اللي في دماغك بس المهم أنك تاخد المشهد نفسه بتاع اللعبك عشان تقدر تاخد الخرار الصح بس دي إمكانيات أيوة دي إمكانيات عشان كده مختلف نعم عشان كده احنا بنعاني في الكرة المصرية أشهر جملة بتتقال إيه وانتوا ما شاء الله يعني أسلوبكم كنتم مختلف اللعب اللي هو زي عبدالله السعيد ده اللي ياخده الكرة وهين اللعب الأدام ده بقى مش موجود يعني ما يستلم بظهره ويبقى مش عارف ياخد يوسع المساحة رؤية بقى كلم رؤية دلوقتي بقى ضعيفة جدا صح ودي مشاكل بقى مش هدرك يعني عشان هتواخد مننا وقت مشاكل أصلا تربية ناش صغير احنا نسيناها من فترة كبيرة يعني ان احنا نعلم ولادنا ازاي احنا دلوقتي عايزين ولادنا في الفرع الناشئين تكسب بطولة من غير اهو بيكسب الولد بيكسب لكن انك انت تستفيد انا بقول الاستفادة الكبيرة لفرقة اللي هي تحت الفرستين انك تاخد منها في السنة بس يا رب اتنين لعيب صح يعني ده انت لو ده انت تبقى فعلا خطاع ناجح عشكي بقول ان الزمالك مثلا عمل البصة فقط استنيت نصر الموسي لما طلع الشباب انا بقول الزمالك مش عايز اقول كلمة كبيرة بلكن يعني الزمالك جريء جدا جدا وعشان كده السبب ان هو في المكان اللي هو فيه الجرأة اللي بدأ بي ان هو يدخل اربع ولاد صغيرين يشتغلوا مع الفرق الاول ويشتغلوا اساسيين كمان انت بتلعب الاهلي في انهاء كاس ولا بتاعه بتلعب قدامه اتنين ولاد صغيرين لسه مش متعودين وبعدين تغير اتنين كمان فانا بقول لك الفرقة زمالك عشان خدر رزق ده عشان كده ماشي لغاية دلوقتي بالشكل طب قبل ما اروح للزمالك قرب اللي روح الاهلي وقبل ما اروح على المنافسة في الدوري السنادي شايف ان البراء منزل ممكن ياخد الدوري السنادي بنسبة كبيرة بنسبة كبيرة شايفوا العرب لو هتحط لي مثلا مش هقدر اقول يا كريم لكن انت عندك ثلاث فرق مش هتقدر دلوقتي عشان كده وانا اول من سكت النادي الاسماعيلي قلتك اللي ما قلت لهم مش هنقدر الهبوط او اللي هياخد البطولة او اللي هيابط لغاية اخر مباراة في الدولي لغاية اخر مباراة في الدولي اللي هي دوري صعب جدا فرق كلها مدعمة بشكل كويس فنيجي نقول السنادي او عندك النادي الاهلي وعندك الزمالك اناقول بالترتيب او من غير ترتيب برامدس اهلي زمالك زمالك اي اي ترتيب هم التلاتة متاح لهم الفرصة لكن نقول بقى كل ما مثلا الأهل بيتعادل النهاردة فبتقل فرصته سن صغير عندك مباراة صعبة جدا بين بيرامتس والزمالك يا الزمالك يفرق شوية يا إما بيرامتس يبقى جنبه هي النتيجة اللي هتفرق لغاية آخر ماتش في الدور فأنا بقول إن أنا عندهم طبعا نسبة كبيرة جدا بيرامتس إنها تاخد الدور طبعا الزمالك عنده نسبة كبيرة إنه ياخد الدور الأهل عنده نسبة كبيرة إنه ياخد الدور الأهلي بعد التعادل النهاردة عنده نسبة كبيرة؟ أنا بقول إنها بتضعف سنة لكن لسه الفرصة طيب بما إننا بنى الكلام على الأهلي هو آخر مشهد النهاردة الأهلي يعاني بقى له فترة إصابات عديدة نتائج فيها تراجع في تغيير مدير فني تقييمك لوضع الأهلي في الفترة حالية إزاي؟ وإنت بتفرق بقى وإنت راجل فني وشايف اللي بيحصل شايف إيه المشاكل وشايف إيه المميزات اللسه عند الله يعني أنا بقول إن الأهلي اللي أهلي بقى له فترة عنده سنة كده يعني فيه سنة مش بتاعة النادي الأهلي اللي هو دايما قرارات النادي الأهلي إحنا بنتعلم منه يعني على طول الحاجات دي ففيه شوية قرارات كده بتيجي ما عرفش مش بتاعة الأهلي صعب أقول إنك ماشي مدرب في نص الموسم صعب جدا ما حتى ما الإعلان الرسمي كان هو اللي مش يعني أنا بقول لا أنا بقول كمهنان أنا بقول بس هو صعب إنك تفرط صح كان يمش أنا معرفش مسلماني لكن مدرب بيشتغل بشكل معقول عامل مجموعة بطولات معقولة جدا عنده مشاكل داخلية جوا النادي الأهلي كنت ممكن أنت بعد السيزن تمشي أو ما عرفش بقى الرجل الجديد ممكن يكون شغال بقى انهي دماغي إزاي لسه برضو خد بالك أنا مش قادر لغاية دلوقتي وأنا بشتغل مش قادر أقره دماغه وهو شغال إزاي ما آه لغاية دلوقتي لأنه بتلاقي إصابات النهاردة مثلا في أول دقيتين حد يسمانه وحد خلفية وإصابات قبلها وإصابات يعني فممكن ييجي مثلا الله أعلم برضو عشان ما مصدمش حد ممكن تبقى أنت بتقول أن المسلماني ما كانش بيمرن بالشكل الكافي فييجي الراجل يروح داخل مثلا التمرين أنت قلت يعني أنا قلت كم ده في الأول وأسح لك تشرحه عشان بس أنا قلت بمنطق الفهم اللي من برا لكن أنت فهم فكرة الأحمال التدريبية اللي اختلفت هل دي ممكن تكون سبب في الإصابات طبعا بالشرط مين اللي كان صح ومين كان غضب بس مليون في المائة يا كريم مليون في المائة أنا بقول لك مليون في المائة لكن بأنهي شاكل طبعا أنا مش طبعا أنت مش جوا مش في التمرين ومش شايف لكن أنا بقول أن أول حاجة إحنا بنروح نشوف مين اللي شغال أنا بشوف مين اللي شغال قبلي وبعرف آخر أسبوعين بيشتغل إزاي وبعدين بمشي بنفس الرتم اللي اللي الراجل شغال بي عشان ما يحصلش فرق كبير بين شغلي وبين شغلي اللي قبلي لا بمشي بنفس وفي نفس الوقت بزود حاجات صغيرة لكن ما تؤثرش على اللعيبة لأن اللعيبة متعودة على حاجة ما ينفعش تروح تغيرها فجأة أو تكبرها بشكل كبير جدا عشان حاجة أنه في أحمال بدناي ممكن يكون موسيماني كان بيدي أحمال قليلة جدا زيادة عن اللازم فهو حاب الراجل يحط زيادة ما نقول لك الله وعرف دية أنت قلت النقطة مهمة لكن لازم يبقى دارس اللعب طبعا دي مهمة جدا ومهمة أنت ما تغيرش دماغ اللعيب مرة واحدة يعني ما ينفعش تقرص على اللعيب مرة واحدة فيبقى بيتمرن وبعدين تفى نهاية سيزون واللعيبة فأنا بقول أن شوية الإصابات الأخيرة دية تخلي الناس تقعد بقى يعني يشوف بقى إيه الواضع جوة الفرقة لأن أنا بقول الكلام دا ليه يخد بالك مش عشان النادي الأهلي أنا بقول الكلام دا عشان منتخب مصر عتمتها أيوة لأن النادي الأهلي ونادي الزمالك نادي بيرمت لما يبقوا في قمة مستواهم طبعا مش عايزة أقول بقى الإسماعيلي والمصري والكلام ده لكن أنا بقول التلاتة لما يبقوا في قمة مستواهم واللعيبة بتاعتهم بتعمل أداة علي جدا النهاردة نسوألش في المؤتمر السحف تتكلم على مصلحة منتخب مصر وقال إنه اللي بيحصل في الضغط المطشب الضغط كبير جدا هيأثر جدا على منتخب مصر في الآخر طبعا هو كتير ناس ما بتاخدش بلا إنه منتخب مصر ما فعلا هو لا يتأثر في الآخر في الضغط ده ما هنيجي ليه نقول لي يا كريم إحنا الراحة للعيب المفروض بيريحها بيروح تجمع منتخب مصر أيوة فيرجع من المفروض يبقى عايز يريح 20 يوم أو 15 يوم فبتديره يومين أو 3 ويبدأ يخدش فترة الإعداد متأخر يعني بص هو موال طويل في الحتة ديت شرحه طويل جدا وما تقدرش تشرحها في وقت سوى لكن أنا بنقول لازم البطولة تنتظم لازم الناس تاخد قرار إنها تنتظم إحنا ما كانش عندنا قرار جريء إن إحنا نلغي الدوري ما كانش عندنا قرار جريء أبدا في بداية اللي هي السيزون اللي هي بعد الكورونا كان لازم يتلغي الدوري وتبدأ السيزون من بداية لكن الحمد برضو فكرة إلغاء كلمة إلغاء الدوري دي دي يجبه لأول سبب بسيط إنه لعبين ومدربين ومدربين والله أنا بقول لك بعد كورونا كنت لازم تلغي الدوري لكن هنيجي نقول بقى أصل الرعاوة بزرح أنت بتفكر إحنا لو فكرنا يا بقى كريم إنك أنت من السيزون دو تلغيط دلوقتي في خمس ست سنين وإنت مش عارف تريح اللعيب فهيجي الدرر بعد كده في إيه إنك تيجي بعد أربع سنين ولا خمس سنين تلاقي اللعيبة منهاكة تماما اللعيبة مش قادرة توقف اللعيبة مش قادرة تفكر اللعيبة عايز بيلعب ماتشين أو ماتشين مفيش واحد عنده حتى عنده سبات في مستوى فأربع خمس ماتشات وراء بعض مفيش لا وتلاقي ناسة بتنتقد اللعيبة بتنتقد المدربين يعني سورش تقي الراجل اللي هو لسه ما قالوش كان ماتش مع الأهلي الناس مسكة عملة تقولك إنه بيعرفش يضر لا لا بالعكس هو الراجل مش بس هو جه على تركة برضو زي ما احنا بنقول لنهاية السيزون زي كسدات المنطقة ناها هي نفسك لعبت النادي الأهلي لعبين مباريات كبيرة جدا ولعبها عاملة سيزون ومش سيزون بقى معشان برضو هو الراجل جاي على موسمين أو تلاتة لحمين برضو ببعض فهيجي هيشيل المشاكل دي كلها فهي أنا بقولك هي كلها مرتبطة ببعض يا رأيك في اللي بيعملوا الزمالك مع فريدا في الفتاة الأخيرة طبعا حاجة محترمة جدا طبعا أنا بقولك أحسن حاجة عملها المستشار المقتضر أنه هو سايب أمير والدنيا ماشية وقرار واحد للمدير الفني وده بيجي للفايدة حتى اللعيبة اللي بيت يعني أنا فاكر اللعيبة تأخر ولا بتاعفى بره المعسكر حتى لما رجع بره وهو ما عندهوش لكن دوت هيرجع بعد كده ده اللي بيحصل عشان كده بقولك هو القرارات دي هي اللي خلت نادي زمالك في الوضع اللي هو فيه دلوقتي هو فيه مباريات كتيرة كان ممكن يخسرها لكن تلاقي ربنا بيوفقه لأن مش كل التوفيق بييجي وانت عشان الحاجات اللي حوالين التمرين كمانا كريم التزام اللعيبة النوم بتاع اللعيبة الأكل الموعيد الترابط اللعيبة مع بعض القرارات اللي انت بتاخدها كل دوت بييجي في الآخر للنتيجة هايل طيب السؤال دلوقتي لو سألتك بشكل واضح من أكتر تلت لعيبة لفتين نظرك في الموسم ده في الدولة المصر يعني تلتة كده حتى بعيد عن الأسماء الكبيرة يعني المعروفة بتاعت المنتخبات تلتة كده أقول تلتة دول يا جماعة لازم تبصوا عليهم عشان تلتة دول كويسين وفرصة دلوقتي أنت حالك مش موجودة على رأس الاسفاني فتقول دعك أنا مثلا هقول واحد ما أعرفش أنا مبسوط جدا من شيكابالة شيكابالة جدا مبسوط منه جدا أنه بينزل يعمل فرق كبير جدا مع فرقته رغم أنه هو أكبر لعيب سنا وبعدين الراجل بينزله في وقت صغير وقت طويل يلعب من بداية المطش مفيش مشكلة بس الراجل بيبقى مؤثر جدا مع فرقته في الوقت فأنا مبسوط منه جدا بس عشان سن شيكابالة كبير لكن طبعا الناس اللافتة يعني أنا بقول زيزو لعيب هايل جدا برضو من الناس المحترفة بجد اللي هي بتشتغل على نفسها ودي حاجة ودي حاجة مهمة جدا أنا مثلا النادي الأهلي مثلا يعني مش لاقي يعني عارف أنت إيه النادي الأهلي حتى التشكيلة نفسها مش عارف ألاقي حاجة فيها قوي النادي الأهلي كلهم رتم واحد بس مش غريبة لما النادي الأهلي بس أنا بقولك مش غريبة لما توصل لأن أنا بسألك على أفضل مش لاقي حد من الأهلي بس أنا بقولك مش 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 أفضل بقى لكن أنا بقولك عارف أنت لما يبقى موسم اللعبة كلها شبه بقى يعني مش عارف تحدد حد فيه هما كلهم فارق يعني فيش مثلا زي ما أنت قلت كده الزمالك وضح أن يزيله فارق ووضح أنه أشرف من شرقي أشرف من شرقي بقى يعني موضوع تاني هيأثر طبعا هيأثر جدا رمضان صبح عبدالله السعيد فارقين جدا مع برمس حتى في شكل اللعب نفسه عبدالله في تنظيم اللعب نفسه رمضان رمضان من فترة كبيرة ما بقاش حتى بيدخل يعني دلوقتي بيدخل 18 سهل وبيقدر يحرس أهدف بشكل أهدف الفلقة دوله جدا جدا برضو إبراهيم لعيب كويس ولعيب ملتزم و و عنده إنه هو عشان محتاج يشتغل عليها الفترة اللي جاي عشان يبقى فعل لعيب سوبر هو لعيب برومزين جدا أنا أنا بقول محتاج إنه هو يبقى عنده قوة شوي لكن هو لعيب بيلعب رجلين لتنين كويس بيلعب بدماغه كويس عنده سرعة كويسة عنده رؤية كويسة لكن أنا بقول إن القوة شوي نقص ها كابت الحمدى عايزة أقول لك خبر وروري السادة لمشاهدين برضو روجيرو ميكالي ده الموديل الفني الأسبق لمنتخب البرازيل الأولمبي الفائز بريو دي جانيرو أولمبيات ريو دي جانيرو في 2016 ده أصبح الأقرب الأقرب لتولي مهمة الموديل الفني لمنتخب الأولمبي المصري اسمه روجيرو ميكالي ده الموديل الفني الأسبق للمتخب البرازيلي في أولمبيات ريوت جانيرو ده بقى المرشح الأول والأقرب لمنتخب مصر الأولمبي الفترة اللي جاي كنا محتاجين مدرب أجنبي في المنتخب الأولمبي؟ أنا بقول لا أنا من أول يوم قلت لا عندنا مدربين كبار ويقدروا يشتغلوا الكلام دوت يقدروا يجهزوا منتخبات بشكل كبير جدا يا رب يا رب إن شاء الله يبقى الصفقة اللي جاية الكبيرة ديت إن إحنا مدرب منتخب مصر ومنتخب أولمبي يعني إحنا عايزين نشتغل بقى بس يبقى فيه حاجة إحنا بنعملها تبقى منظمة بس مش أكتر من كده إنهم يستمروا معه المهم يعني آه يبقى فيه استمرارية فكرة إن فيتوريا هيقدر بقى سمع منتخب مصر الأول دي يا عجبك؟ والله هي فكرة كويسة يعني يا رب بس نقدر نبقى إحنا عندنا سبات تتوقع أنه هيكاملة بقى أنا بقولك لازم في حاجة تضغيرة كريمة لازم تثبط المسابقة عشان تقدر تقول للراجل دوت تقدر تحزب طبعا تقدر لكن اللعيبة خد بالك يا كريم أنت برضو مدرب متخب ومصدوم في حاجة أنت بتجيب له لعيبة تعبانة جدا خلصانين وكل واحد بلعب بفكر في النادي بتاعه وبعدين تيجي تقوله في معسكر يوم أو اتنين لازم تعمل فكرة بتاعك وتلعبه يعني فهذا يعني أنا بقول إنها مستحيل ممكن حد تاني يقولك لا مش مستحيل أو يقولك حمد بيقول أي حاجة لكن أنا بقول إنها مستحيل إنك أنت بتجمع لعيبة نادي الزمالك بيلعب بشكل نادي برامت بيلعب بشكل نادي الأهل بيلعب بشكل فتيجي تجمع لعيبة دي وتقولهم لا والله ده أنا عايز أعمل أبني من تحت أو ألعب الكرة طويلة أو أطلع الفرق بأي شكل ما هي بتعتمد برضو على خدرات اللعيب صحيح لكن أنا بقول إن هي يا رب تبقى سهلة بإذن الله للراجل إن شاء الله الموسم اللي جاي بدأ مع فريق يا رب يا رب إن شاء الله إن شاء الله تسمع قريب إن شاء الله حاجة كويسة إن شاء الله أنا حب أسمع عنك كل خير ده ربنا خليك كريم شرفت ونورت كنت سعيد جدا بتواجدك معي أنا مبسوط جدا بيك يا كريم والله جدا وسعيد بيك والله أنا بشكرك شكرا جزايا كبتا يا ربنا خليك كريم مشكر جدا والله شكرا كريم طيب عايز أقول لحالكم الخبر تاني اللي جاننا منذ اللحظات نحن نتكلم على روجيرو ميكالي ده المدير الفني السابق للمنتخب البرازيلي الأولمبي الفائز بأولمبيات ريود جانيرو 2016 ودي صورته معنا عبر الشاشة أصبح المرشح الأقرب لتدريب منتخب مصر الأولمبي ده خبر خاص لرقم عشرة لسا مكملين مع حضراتكم هنشوف الأول تصريحات لشروق السيد لعبة فريق ودي ديجلال لكرة قدم سيدات واللي انتقلت إلى نادي أولمبيا كلوج الروماني على سبيل العارة لمدة عام وهتلعب معاه في بطول الدوري أبطال أوروبا للسيدات وتكون أول لعبة مصرية تشارك في هذه البطولة بعد كده هنستعبل ديوفنا الكبارة الأستاذ الكبير أستاذ محمود صبري الأستاذ الكبير أستاذ شريف عبدالقادر خليكم معنا أنا شرو سيد عندي 22 سنة بلعب في ولي ديجلة بس الحمد لله جالي عائد احتراف في رومانيا في نادي اسمه كلوج روماني وهشارك معاهم في دوري أبطال أوروبا أنا اتفاجأت بالله حصل بصراحة يعني أنا بغضع زمايلي يمكن أصعب لحظة تقريبا هتعدي عليها بس إن شاء الله يكون في حاجة كويسة للكورة النسائية في مأسو عموما تكريمي النهاردة مش مش بس الودي ديجلة عموما هو بس منظومة الكورة النسائية كلها يعني هتغير حاجات كتير أو في قترة جاية نحن بدأ يكون في لعبات مصرية كتير محترفة فده هيفتح مجال كتير أو الكورة النسائية في مأسو وكمان المنتخب يعني مش أندية بس إحنا بعدنا 13 سنة نشغالين في إن إحنا الدوري أي بطولة ندخلها لازم البطولة دي تبقى بتاعتنا تعودنا في ودي ديجلة على أي بطولة دوري أي بطولة كاس لازم أي حاجة من دي لازم نحق فيها على الأقل مركز أول يعني مركز ثاني ثالث الكلام ده لا إحنا خالص إحنا متعودين إن إحنا في دوري خلاص إحنا ناخد دوري الكاس إحنا الكاس بتاعنا وإن شاء الله أنا واسكة في فرعن هي تعمل الحاجة كويسة في دوري أبطال أفريقيا ويتلعب بسرعة كويسة يعني يهلا بحضراتكم مرة أخرى يشرفني وينوارني في هذه الفقرة أسدتنا الكبار الأستاذ محمود صبري الأستاذ شريف عبدالإدر أستاذ محمود مشرف ومنور كالعادة أخبرك إيه كله خير أستاذ شريف مشرف ومنور كالعادة حبيبا كريم سعيد وجودي معكم أستاذ محمود أنا أسعد أنا أحراج جاي النهاردة والأهلي بتعادل مع المقانون العرب السؤال الواضح والصريح هل هي نهاية لحزوز النادي الأهلي في المنافسة على الصدارة كما يقول البعض أنه خلاص الأهلي أموره انتهت كلينيكيا ولا أنت شايف أن الفرصة ما زالت قائمة حتى بعد نتيجة اليوم لا خلاص خلاص بالنسبة لنجة نظري لنسانتك سرعش تقول للجمهور لا 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 عاود أقول للجمهور يعني ما يحرقش دم وعصابه خلاص هو قدر والله كده أنه الفرقه أو الممكانيات الموجودة عندك بالظل الإصابات اللي انت شايفها دي الغريبة جدا بعد كل دمشاو المرة بعد أول عشرة ده بتعمل تراجتين ما عندكش بداية البر ودي كشفت حاجات احنا قلناها بكده بونه لتاني أنك انت حتى الشباب أو ما يسمى بفريق الأمل كان أهلي دايما عنده الفكرة دي من زمان ما عندكش حتى بداية ممكن زياد طارق ومحمد فاخري ومش حد تاني يعني كان مفروض حتى الموديل الفاني وكل اللي شايف خلى بالموديل الفاني دلوقتي في أزمة شديدة جدا وزي ما قال الراجل النهاردة أنا راسته بالسحر وفعلا مش بسحر مش يدر أعمل حاجة عشان ما نتحكش على بعض ونسا ما تأملش بنفسي همان جماعة هي دي خدرات وممكنات لعبة في هذي بفترة بس وانتو بتفتكروا اللحظة دي عشان تحمدوا ربنا على القابل كده من عشر شهر كان ايه يعني لازم انت عارف انت كنت فين رحت أفريقيا وعملت الدنيا وانت بتعمل الكلام ده وقعت منك حاجات المسؤولين ما اخدوش بانهم منه انه ايه انك انت مجهستش وكانه بقى عندك ظروف وعارف انه موصب انتهم عندك بفرد عندك ايه بعد ما عملت الرابطة ترى خمس ستة لعبة من عندك المسيب هو مش تخاليهم موجودين معاك لانا كنت الكلام ده كله ما كانش بالحسبان ومع الفرحة الشديدة وكلام ده الكلام ده صادفة ده تجيب فرقة دلوقتي في المنظر اللي انت شايفه امر طبيعي جدا امر طبيعي جدا ماشي احسن فرقة في العالم بتمر بالكلام ده مرت وممكن تقعد سنين عشان ترجع بالوقت الكلام الكلام ده عامل ألا داخل دارة اه عامل ألا داخل دارة وجرس انظار ومش عاوز أقول وفي حالة من حالة الدقيق الشديد والارتباك والقلق والتوتر واسيبكم من الابتسامات والبتاع لكن جوه في حاجة تانية يعني واضح فيه قلق طبعا وشايفين المنظر ومشهد الجمهور يعني الجمهور يستحق يعني الروح النهار ده والتشجيع والإصرار والانفعالات ده أمر طبيعي جدا لكن المدير الفني بأمانة شديدة تحط في موقف كريم موقف صعب جدا الناس كان نفسها مثلا ان يبقى فيه حتى لمحة الفريق النهار ده خالي من يعني ايه الابتكار لا ما عندكش لا الشخصية شخصية اللعبة اللي خلصتك ماتش في الوقت ده صحيح انت شفت علي معنون بتظلمه ليه ضيع عبل كده في كذا ماتش دربة ليه مصر على انه في كل الكرات السابتة الموقف نفس الشي لما داعت بربة الجزاء حتى الحكم نفسه واللي قاعد على الفار برضو جايبينه برضو اول مرة بيجربوه مع الاهل يعني اللاعد مع الفار اسمه مصطفى متحد حكم الفار كان مساعد فجابوه ماشي تعالا نجرب مع الاهل ما برضو يعني ايه التحكيم يشكر برضو ما هو يعمل برضو واجب الاهل دولات ما الاهل الان لم يعود له ظهر سوى جمهور بعمل شديد سوى شريف دائما وسلم حمودي يقولي المنخص با كده اجيلك النهاردة بصراحة عشان ناخد ولو جزء ايجابي في الدقائق الاخيرة في المباراة الاهل ما اقولي النهاردة شفت روح عند اللاعبين ما شفتش روح كاملة في المباراة ما شفتش روح الروح دي موجودة في كل المباراة اللي فات عشان ما حالش يقولي بس ايه انو انت بتتكلم ان الروح بس اكت انا مش هتكلم في تحكيم ولا مباريات لان ولا نتائج ولا الكلام ده كله اولا لازم نحط عنوان الفرصة صعبة وشبه مستحيلة في المنافسة شبه مستحيلة مستحيلة في الظل الظروف اللي بيامور بيالعي الاهلي بدأ الموسم بعشر انتصارات وتعادل وفي 16 مباراة خسر 23 بنت يعني اكتر من نص عدد النقطة اللي كان مفووضة اخذ ودي حاجة ما حصلتش من السنين كتيرة جدا صحيح وفي جزئية الاصابات كل الكلام ده انا معطرف بيه والاجهاد وكل ده عادي طبيعي وماشيوا معطرفين بيه وعارفينه والكلام ده كل ولكن الاهلي لديه فرصة تاريخية للتغير تغيير كل الوجوه لعبين ادارة فنية كل ده لازم 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 يبقى ديه فرصة تاريخية ان انت يعني مش عايزة تتنسف و لا انت لديك فرصة تاريخية الامل بقى ضعيف والمنافسين في افضل حالتهم وعندهم فرص اكبر مش بقول لك كريم الفوطة ولكن عندك فرصة تاريخية يمكن انا مع السيد محمود صبري في جزئية ان المدرب جاي في ظروف صعبة واصابات وكلام ده كله بس انا ودي اول مرة هتكلم فيه عن سوارش فضل يعني انا ولا يعني تعليق على سوشال ميديا ولا ببرامج طلعت ولا اي حاج كلمت عن سوارش ولكن في تركات تفاهمك المدرب ده هاري الفرق اللي معاه واللعبين اللي معاه وشايفهم وعارفهم وعارف المنافس ومش بضرب مثل بمباراة النهاردة بس بأكتر من مباراة بس انا كنت سايب بتديه الفرصة الاسابات الاجهاد التوالي المباريات الكلام ده كله انا لسه بساحر كل ده عزره فيه ولكن في تركات معاينة جوه المباريات بتفاهمك هالاهلي بلا حلول بلا حلول يعني انت اخذ الكرة 90 دقيقة بس ما عندكش حلول حلول قديمة قوي عرضي بلونات النهاردة دينه 50 عرضي في الاحل دينه 50 نسبة الصحيح منهم 15% بتلاعب بتلاعب برامت بتلاعب برامت في وجود علي جبر ووسامة جلال علي جبر علي جبر ووسامة جلال بتلاعبهم كرة عالية وضيبتاعتهم يعني متى مش عايف تطلع الكرة من تحت الضغط اللي عليك مش عايف تطلع النهاردة كرة معاك 90 دقيقة بس مش عايف توصل بيها في بدلك حاجات وفي أخطاء حكام مش عايف تتكلم عليها لأن الكلام بقى في الحكام دلوقتي خسارة يعني خلاص الوضع خلاص احنا شايفين الصورة خلاص المشهد واضع مش عايفون كلام احنا مش عايف نتكلم في الموضوع ده لكن دي عندك فرصة تاريخية للتغيير أولا زي ما قال السيد محمود وانت كنت بتتكلم في الموضوع ده في المقدمة شوف بقى فريل أمل شوف بقى العناصر اللي هتقدر تكمل معاك وأن العناصر اللي هي صالحة للبقاء في الموجودين لأن بالوضع الحالي ده تشعر أن الأهلي رايح في سكة لا رايح الناس بقى رايح الناس للموسم الجديد بقى خلاص يعني مش عايفة أقول نرمي الفوطة ولكن الواضح كده أن الكرة الدوري مش في الملعب بس مش كرة بس الدوري خارج الملعب هلاك قلت لي من شوية بس ما رضتش قطعك أنه محتاج تغيير محتاج لعبين يتغيروا إدارة الكرة تتغير كل ده هيجي حد يقول لك وبيسمعك إدارة الفنية إدارة الفنية وهم دول اللي كانوا نجحين قبل كده وخدوا اتنين دوري أبطال أفريقيا واتنين برونز في كاس العرم بس أكيد فلازم حد يرد الرد ده بس ده كان الفرقة كلها وقفة على حلها لكن الظرف اللي انت في ده يعني الأهلي خسر معلصارتي وخرج من دوري أبطال أفريقيا قدام سانداون ماشي لكن جي خد الدوري رغم أنه كان الزمالك فارق فالأهلي لما خد الدوري خدوا بإيه بقى بالجمهور مؤذرة جمهورية ولعيبة عندها عندها دوافع ولعيبة عندها إصرار لكن ده مش شايفينه ونتككرة معاك لكن مش عايف تعمل بيه حاجة ماشي مفيش إصرار مفيش ضغط يعني أنت بتلعب المقاولين نهارده 11 لعب جوة 18-90 دقيقة مم أصلا مجايش المقاولين على في الشق الهجومي ولا إيه حاجة من دي ماشي كان كورنر لكن بشكل عام الأهلي بلا حلول بلا حلول هجومي وده مش ماتش المقاولين حتى المباريات اللي قالك سيبها يعني ماتش المقصة انت كان ممكن تتعادل وتتغلق صحيح الأهلي كان المقصة كان أخطر من الماولين ها يعني المقصة كان أخطر شوط تاني كله شوط تاني كله ده الماولين لو فك شوية كان ممكن يديك فرصة يعني شوط تاني كله المقصة معرفتش يعني أنت خطفت الكرة بالهدف لنسا عادة تقوله يا ربنا يصر يحطين إديهم على الألباب فأنت لا في مشكلة المدرب مع احترام الشديد اللي اختياره اللي اختاروه مش على قدر طموحات يعني النهاردة ميكي سوني تسعين دقيقة مافيش بصح وسعيبه في الملعب وانت مغير تغيرتين اجباري او طراري في الشوط الأول ومعندكش غير مرة تغيير واحدة تنازل وليد سليمان تنازل محمد فرشم يعني انت غيرت واحد ليه ما انت خلاص المطشة بيروح منك بزبط وماشي وطلعت وطلعت محمود متولي اللي هو ما لوش لازمة من أول المطش ان انت تلعب بتلاتة مع فرقها بتلعب زون مع انت اه موسع الملعب ولكن يعني خلاص اتحفظت يعني طريق لتلعبك اتحفظ اي مدرب خلاص حيثبت لك رأسين حرب بتاعته اتنين مدافعين طوال حيطلعوا الكورة وخلص الموضوع فلا يعني فيه تركات بتبين مدرب فاهم انا شوفت النهاردة كوروات طولية عماتة رفع لميكي سوني يعني اكيد اكيد مش الهدف او خطة اللعب مش دا اللعيب اللعب بتاعت رأس الحرب اه بالضبط يعني مش دا اللعيب اللعب بتاعت رأس الحرب صحيح ما بدأتش بقافشة بتريحه ماشي فلا يعني يعني بقى فيه بديل ليه وليد سليمان صح يبتدي بوليد سليمان وريحه في شوت تاني خلص الموضش انت ليه مأجل للشوت التاني وبعدين قاعد ورغ وليد سليمان وقاعد عماتة ماشي على قديمه عشي كل ما انا شوية انا باخد بالبيانات الرسمية انا باخد بالبيانات الرسمية عشي بسط راح نوسك في المنطقة الراجل لزاكي جد ايوه حس انه خلاص قال لك ايه اخلق اخلق لا انفذ بجلدي خلاص ايه خلاص حس انه خلاص الفرقة خلاص ما خلاص الفرقة وقته هو الراجل يتعامل من منطقه راجل هو يعني يتعلم من مين التدريب اشتغل مع كارليسة البرتو في منتخب جنوب افريقيا قاعد ما اعتقد معها سانتين او حاجة تدريب مع الناس دي الشغل كل يبقى شغل فني ها كن هو قاس الاداة البدني للناس اللي اشتغل معهم على الاداة البدن اللي عندنا فالناس التانية دي في دي شغلانتها يعني عايشين اللحظة مش عاوز اقول رجال اعمال ناس خلاص تحولت من يعاوز اقول لك ايه لعيب الكرة دي بقول لك ايه احداك يشتغل عن نفسه بطور ما فيش حد زاد ده فيه لعيب احنا لو مسكنا ورق في الناس اللي ما زادتش صندي مادتكش يعني عاوز اقول لك يا جماعة ما ينفعش كده كورة كورة سابتة كورة سابتة مش عارف ايه ما كورة سابتة ولا كورة سابتة انا بكلمة كون مسيمان مسيمان كان بيشتغل في ايه رئيس كان بيدي راحة يومين ثلاثة ويجيبك تمرين ينفذ تمرينة يجهزك للماتش ينزل يلعب في الماتش لو لاحظت انت الاداء في الفترة دي في ماتشات الدورة بالزاد سيبك من افريقيا حاجة تانية تحس ان الدوافع في افريقيا كانت اقوى حتى رغم في النسخة النسخة اللي خسرها الاهلي دي اه فيه امور كناتش برضو بدت تظهر المشكلة انك انت تلعب نص ساعة تخلص الماتش وبعد كده تدافع او خطفت جول ممكن تتعادل ممكن تحاول تجيب جول يعني الاهلي بيعاني دلوقتي بسبب موسيماني اه طبعا 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 بيعاني بسبب وده الكلام اللي مش هتقدر انا نجاب اخر للعيب ارزولك على الحاجة ده الكلام اللي انت مش هتقدر يعني مش هتقدر مش هتقدر تقوله ده الواقع الحقيقي جدا ضيف لي برضو القدرات البدنية وحجم اللي احنا برضو هنقولها ده المبرر الصفر والتنقل وهنا وهنا وزيادة طبعا الارقام خمسة وعشرين مبارا لكن يا جماعة الاهلي ما بيسلمش بالامر ده يعني ما بيسلمش بالامر مش من مبادئ منطقياتك الاعتراف بالمبررات لأ هو الاهلي قائم وتاريخه العظيم ده كله على روحه على روحه على قتاليته بدليل حتى لما الناس حب يعني بعد الاندي لما كانت بتجيب اهدف في الديه تسعين قال لك حتى التسعين بقت مش بتاعتهم يعني خلاص انتهي ما كانتش كل اللاعدي بتفرجوا عن ماتش وصبع دعا وقت بضل دعم اعتقدين انه لا يخلص لا لا الافتقد الفريق الحلول طيب دي فطورة هتدفع اه خلاص فطورة هتدفع وعلى الجمهور يكون زكي وما يساعدش ويصير وراء من يحاولون تحطيم ويفتكروا انه كان من شهرين ثلاثة كان في حاجة جماعة امر طبيعي جدا يا اخوانا اصابات وخلاص الادارة سكتة من قال انه الادارة سكتة الادارة بتحاول واكيد في تفكيراتها شغالة وشايف المنظر عامل ايه لكن الناس بعتقدة ممكن راح اجيب لعبة وراح من لازيروك لا خلاص المسلم انتهى فانا عاوز اقول لك ايه هي ادت ادت دهرها خلاص زي ما ادتك الحلو اه في وقت وفتكر كده في ماتشات كتير كنت مزنوق فيها وخلصت وعملت حاجات يشوف مثلا في برشلونة شوف اللي قد دي ما بياخدش مسابقات وشوف مش عارف مين الاهل في حد ذاته كونوا يخسر الدوري للمرة التانية مثلا على دول دي حصلت بعد كم سنة بعد اثنين وعشر بعد عشر سنة يعني كانت في 2003 و2004 المهم هل اللحظة الكاشفة دي زي ما قال لست شريف هتخليك تقعد كده تسجل اللي حصل والمشهد والاخطاء اللي انت ارتكبتها وقعت فيها وشوفتها بشكل كويس جدا وتقول لأ هنأبني لمرحلة عشر سنين قدام ولا الضغط ده هيخليك برضو انه الاختيارات اللاعبين اللي انت بتفكر تجيبها هتكون طبيعاتها فيه فرق يا جماعة وبقول زيادة نسبة الشراء لعناصر من الخالج واستقدامها مش متشربة بطبيعة النادي ولأولاد وكلام ده برضو دي عامل مشكلة لانك انت لو مسكت ورقة وقلم وتشوف لعيبة عندها حالة برود وكأنه طبيعي جدا لا الاهل فيهوش الكلام ده ها طبيعي يتقبل من قال انه الاهل مش بتقبل خسارة وقدرته ومش بتقبلها والجمهور الفاهم والوعي والعائل عارف سيبك من الشباب المندفع وشايف نفسه لأ يا جماعة ده منطقيا في الرياضة ولازم نتقبلها كده وإلا يحصل فيش حد ما بيخسارش رغمو الأله هي قولك انه ده ممكن يبقى في الرياضة والناس بيستقبلها بس الاهل احنا مش متعودين منه انه يخسر لا ما ينفعش لا 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 بص لا ليه بقى بص الكوارد اختلف يعني انت مش تنتقشي بالزرع فيك الجزئية دي في الفترة الزهبية من 2014 قاتل 2010 لا وقبل كده كمان وقبل كده بس الكوارد اختلف على الكل بس انت عندك فيه حظ بقى فيه اختيار فيه اختيار عين بتختار وفيه عين بتعرفش تختار كويس هي دي المشكلة يعني انت بتحط أمالك لابد بقى عندك دولوات انت مستنجي دولوات بالمحترفين بتوعق خلاص يعني مثلا هقولك موضوع بدر بنون انت بدر بنون محتاجه ده أبرز وقت وأنسى وقتنا كنت ممكن تحط فيه بدر بنون اه عاوز تمشي انا مش مختلف ان عاك تمشي خلاص عاوز تمشي خلاص هتلعقت وبتاع بس مستيبش الفرقة في الوقت ده يعني لازم احنا محتاج ده عدك أزمة في الدفاع واضحة وصريحة وملامحة كبيرة جدا وما حدش اختلف اختيارات بس هي هي دي لها قصة تانية بس هاموطة نروح لفاصل بس هي قصتها لابنرجع نتكلم فيها ان احنا برضو منخلص الموسم بعد ما المواسم التانية بتدخل فهو راجل لازم نروح داعي طيب لسه مكملين مع حضراتكم على استاذ الكبار استاذ محمود السوري استاذ شريف عبداليادر بعد اعزال فاصل نواصل ان شاء الله فيه على بحضراتكم مرة اخرى طيب استاذ شريف عشان انا بعدتي ما بحبش السورة السودوية اللي هي اللي بتخد دي اللي هو خاصة انا جابين ايه الوقت يعني مخلصين المباراة وزعلنين وحزننين وطبعا تعادل ايه اللي يحصل للفترة الجاية من الاهل ايه اللي المفروض يحصل رسول محمود اتكلم عن انه اكيد الادارة بتشتغل انه الامور تتحسن انت شايف ايه الامور المثالية وتحديدا يعني بص يعني انا زي ما قلت في الاول يعني دي فرصة تاريخية تغير للتغير تغير ايه تغير بقى تغير سيستم تغير طريقة استخدامك اللاعبين اجانب ايوة ماشي المحترفين بالذات اه تعاملك مع اللاعبين المصريين مين اللاعب اللي هي اصل يعني معناش محتراما الخناقة اللي دايرة دلوقتي والاخبار اللي عمين نسمع عن احمد عاطف اه ما يفرقش كتير عن المواجمين اللي في الاهل الاهلي فريق بيهاجم وتسعين في المئة من الانديالي بتلعبه بالسسناء الزمالك وبرامدز بتلعب زون صح اوكي فده احمد عاطف ده لعيب مساحات ازبوط انت عايز لعب بستلم تحت الضغط يعرف دريبلنج كويس ياخذ الكورة يسنع لك الفارق في هيدرز جيد لكن هو في يوتشر لو ضاع 30 فرصة وجاب فرصة بقى احمد عاطف لكن انت في الاهلي من نص فرصة مش ملاق بكل المطشاط فانت من نص فرصة لازم تجيب هذا مصر ما فاشل راس حرب مصر يعني حتى مصطفى محمد اللي كنا يعني متوسمين في خير مستوى حبة فوق وحبة تحت هو اخر واحد مصر كلها ها واخر واحد ماشي لما تيجي تلاقي في توقيت تاني مصر كان فيها عمر زاكي وعمد متعب وميدو واحمد عاب حليم وعاب حليم علي ولا ايه اسف وحسام حسن وحسام حسن قبليهم وقبليهم وقبليهم فانت كمدرب حتى المنتخب مصر عندك خمس لعيبة بتختار اللي يناسب فكرك وسيستم اللعب بتاع الفرق لقصادة يعني عايز لعيب هجام عايز لعيب كورة عايز لعيب شويت لكن مصر ما احترامنا الشديد لكل اللي موجودين يعني ما توجعش قلبك فان انت تروح تجيب صفقة عند طيب من في الأجانب اللي موجودين في الآية اللي موجودين في الآية اللي حابب انهم يمشون نهاية الموسم برستاو مكيسوني بدر بنون خلاص مشي اه اه اتفضل علي معلول وديانجي لو جالوا حاجة لو جالوا عرض كويس زي اللي جالوا في الضيات الموسم الماضي ممكن نعوض انت محتاج اولا الاهل محتاج اجنحة اجنحة بمنطق الجناح اللي هو يصنع الفارق اللي هو يجد لك حل ويقدر يكمل ويجيب هدف اه محتاج راس حربة مهم جدا اه قناص اه هداف مراوغ قوي لا انت لا ده انا عندي معلومة انت فهم ان السوارش نفسه راجل طلب اتنين باك رايت ايو اصلا اتنين مش واحد لا مشكلة ما ما شفش اقرب ما ليس مش رفش اقرب ما شفش اقرب ما اقرب انت وتظلمه انك انت تتلعبه باك رايت ومش بتاع وتظلمه اه يعني اه هو بيقدر فيها بشكل جيد وبتاع بس هو مش لعيب باك رايت اصلا صح انت جبته تحل بيه موضوع وراجل شان مسئولية اه شان مسئولية ومش باكينه وحاق مع الاهل بطولاته في المكان ده فانت محتاج يعني محتاج اكتر من لاعب ولازم تبقى العين اللي بتشتري عين خبيرة ولازم والكلام ده مش للاهل بس لكل الاندال اللي بتشتري لان اسوأ صفقات اجانب اللي بتجي في الاهل والزمال باستثناء حالات فردية فرجاني ساسي عشف بن شرقي علي معلول ديانج لكن الموجمل لا فيه فشل كبير شفنا اونجم وشفنا اه حميد احداد وشفنا سيسي وشفنا مكي سوني وبرستاو انت لازم لما تجيب محترف يبقى فارع اللي عندك مثلا لو اللي عندك خمسة من عشر يبقى هو تسعة ونص اه يعني انت فارع لو اللي عندك سبعة من عشر يبقى هو اتناشر على عشر لازم تجيب محترف كوالتي مختلف عقلية مختلفة هو انت يعني جزيه صبر على فلافيو ممكن انا في حديثي مع ابو تريكا بعدما الاهل خد دوري ابطال افريقيا فبقول له فلافيو قال لي احنا مش عالفين نستفيد بيه كورته اسرع مننا اسرع من افكارنا قال لي مهاجب جاي جدا وثبتت الايام انه كان من احسن رؤوس الحربة في تاريخ مصر وافريقيا والنادي الاهلي اللي جم لأفرق تعال بقى شوف الاندية التانية اللي برا الاهلي والزمال بيجيبوا محترفين ارخص اسعار واعلى جودة ارخص اسعار واعلى جودة من احسن محترف دلوقتي اجنابي موجود في الدوري واشوف ان شاء الله ميشي خلاص من الزمالي بس مين دلوقتي موجود في الدوري افضل محترف اعتقد ممكن شوية ايبوكا ممكن يعني ممكن بس برضو مع امبي لانا نحاولوكوا لعب لازم ترعبوه فيه لعيب الاثنين باكين شمال بتاع الفينشر والباكين شمال بتاع بانك الالي احسن لاثنين لعيبة بلاتي توري كورة عالية جدا وبلاتي توري بلاتي توري نص مرعب بنا من زناد بلاتي في حتة تانية انا ليه جيبت سيرته اللاعب ده جايب فري جاي برامنز في ناير فري انا دي سايبه اللاعب ده بيلعب كورة بس بحمود مش مختلفة 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 اساسي في منتغة بوركينة طبعا هم جايبينهم منكسر فيه لعيب كويس تونس في المصري برضو كويس اه الياس جلاسي لعيب برضو ممتاز وليد الكارتي اه وليد الكارتي عامل موسم عظيم برامنز اللاعب يتلع عنده معلول الباقيين مفيش مرة فوق ومرة تحت فانت لازل تجيب كواليتي عالي اه كلامه تدفع يعني انت كواليتي العالي بيجيب لعيب ب2 مليون و3 مليون وغير مرتبه والكلام ده كله ويجيب كواليتي يعني معلش ما احترامن بأي منطق بكوسوني ده يلعب أهل بأي منطق يعني مفيش عقل يقول بس على الفكرة اللاعب كان هاي في سبت ازاي يا فندم على قد سيمبا على قد سيمبا على قد سيمبا لكن انت في الاهلي ممكن انا اخترف مع عزيز المحمود ما تسمح على عيب هو ما كانتش لعيب هاي المعسابة هو كان العيب هاي القدام الاهلي بس ماتش بس هو في العادي بتاعه عادي خالص لعيب يا قلم المتوسط هو واضح انه وانا ده كان سويدي تالبص بتاعه عدي كده بص بتاع عدي كده او انا كنت عايز اقول لحرك حاجة انه موسيماني اا يا فندم ايو نه الصفقات اللي عملها هي اللي معمتش افجريد الفريق بعد بوتولتين افراقيا ايو ايو انه بعد بوتولتين افراقيا صفقات النادي الاهلي ما كانتش هي اللي تعمل افجريد للفريق عشان كده وحتى حسام حسن بعد اذنك حتى حسام حسن مستغلوش لا لا خلص ده قتلو بالظبط لا لا عاشد ده بيقولك ايه واضحت زاي ما قال سيد شريف في جزئية حسام حسن ومش هصبر عليه وكلامها أنا ضد أنا ضد أن المدار الفني يجي وأجيب الناس معاه بتاعته أنا جاي ومعايا أنجلت عام نعوز فلان وأنا بفضل أتولي دول أنا ده تمش بصلحة الناب وحتى أيام منويل إحنا دخلنا بصدام بصبب المشكلة أنا عن مصطوى الشخصي ماشي أنا اتكلمت على صفقات وجيبت تفاصيلها مجرد يعني بص باللي حصل فيها وحصل الخلاف والدنيا قامت ما عادتش لازم الأهلي هو الحاكم في هذا الأمر لازم تجيب حاجات خارجة لده خلاص أنت تحطيت في موقف رياضيا أنا شايفه طبيعي جدا مع عشرين شهر من التميز طبيعي جدا حصل اللي أنت وصلت له ده أنت لم تلتفت ليه ما خدتش بالك منه يقول لك يقوقع منك وانت بنشوة الانتصار وكل ده ما خدتش بالك من حاجات البتوعة وتسمع للناس وبتقول لأنه فيه ناس فيه شخصيات في مصر شخصيات ذاتها حيسيها تفاجأ أن هي بتكلمك وتتصل بيك بالليل متأخر تقول لك لا أنا مش عاجبني اللي بحصل ناس بعيدة جدا عن الرياضة ومنزعجة من المشهد ولما تقول لك الأهلي فقد شخصيته ويعدت لك الأسباب بتفاصيلة المباراة كريمة يعني ناس لها كل الاحترام يعني يقول لك لا فيه حاجة تفقدت هنا المفروض هنا بقى كان دور مين دور إدارة التخطيط لجنة التخطيط بقى أنت دلوقتي لجنة التخطيط وفيه لجنة فنية والمفروض لجنة كل دي بتقدم كل فترة تقريحة اللي بقى لك منكسب خلي بالك وانت قال عايز أقول لك حاجة في الجزئية دي بس في أوروبا يعني كلوب مثلا أو جارديولا بيقول أنا عايز باكي مين تطلع لجنة من جوه النادي تكلف تتابع تشوف باكات نيمين في أوروبا وفي أمريكا الجنوبية ودلوا عندك ده وتديك السيد شريف الكلام ده قديم وقلناه من سنة ألفين وألفين واربعة ولما جي منه حتى قلنا أنه دور لما يبقى في عندك مدير رياضي أو رئيس قطاع الكورة في النادي أو كلا زي ما يتعاملت المساميات أنه دوره أنه هو بيقعد مع شايف الفرقة في تقيم مدير الفني أنا محتاج عندي بكراية هيبطل بعد سنة بعد سنة بمدور أن أنا أدور ألف وعرض عشر أسماء وكل واحد ببيناته من هو اللي فاربور رجع إزاي ده عنده عامل كلية ومتخصصين وبتابع أنت لازم تروح في السكة دي أنت بتدور هو ما بيختارش هو بيجيله بيجيله لحاجات قول أنا عايز ده أنه ده أنا أعزو لك على حاجة ناسب فكري وناسب أهداف أعزو لك على حاجة في مرض معلمات بتقول أنه لجنة التخطيط عرضت على المسلميني حاجات كتير وحصل خلافات في وجهات النظر ومترفق تعرض عليهم وأعزو لك لان التخطيط تترفضها من كسين أنا بقول لك مالش أنا ممكن أقول حاجة على لجنة التخطيط لان لجنة التخطيط برضو هي اللي مفوت تقوله لما يجي ماشي أليو باجي اللي بقى هتدفر قيته في فرنسا لما مشي عشانه وموالية عنده موقف شخصي معاه فلا ما تمشيش أليو باجي ده إحنا مستثمينين فيه إحنا دفعين فيه فلوس استغله اللجنة التخطيط تقوله الكهرباء ده إحنا واخدينه ولعيب كبير ولعيب مميز وبتاع مش هتوضع عن دلك يعني فيه تفاصيل برضو أنا استغرب ما برضو كهرباء برضو بغض النظر لا 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 ما برضو كهرباء برضو هو أنت جيت النادي الأهل بدل ما أنت يعني عندك دفع جديد وتدفع عن نفسك وتقدم نفسك وتبقى إضافة للفريق جاي تدخل في مشاكل وخلافات مع المدير فني وما سلمش عليه إيه الكلام ده يعني أنت هنت تموح تروح منتخب مصر ولا عندك تموح توصل بالأهل إيه ولا أنت جيت من هنا عشان تقول من الطرف التاني أنا كذا ما برضو فيه لعبة عندها برضو أمر غريب برضو والمدير الفني لذا اللعيب نفسه في الملعب ما بيلكش أنت أنا بقوله يا جماعة وبتفع مع سيد شريف أنه فعلا دي فرصة كشفة ومهمة جدا لتقييم المشهد بعيدا عن مبررات الإرهاق والإجهاد بتباني القدرات وتباني الروح ده ده من والجزيه حاسب أحمد ردوان في نهاية الكاس عشان ما استحملش الألم في الملعب قال له أنت مدصلش معايا يعني شفو أنت كان عندك وقتها أزمة إيه أزمة أه البكرات وشوف أنت لعبت بيه لعبت بالصف التاني وخسرت الكاس وقتها خسرت الكاس وقتها الأهني من الظروف أكبالة الأهني بأمانة شديدة ده جرس إنزار جرس إنزار للإدارة وليلي بيفكر أنك لازم يكون رقم واحد في اختيار اللعيب ده لو فنان خمسة في المية لازم أروحه مية في المية وطول الأهل طول عمره في اختياراته وفي تريده كله أنك إنت لعبتك ما بتستسلمش بسهولة ولا بترمي فقط زي ما بيقولوا لحد ما الحكم ما بتستسلمها أقولك ليه بسلمها ليه اللي حصل يوم الخميس بمصر السوشال ميديا اللي تقلبت عليها الفرح اللعيبة اللي راحت صهرت لعب ماتش الأربعة يعني سألك سؤال يا سيدي لعب ماتش الأربعة الناس مشت الساعة أساني بس الناس مشت الساعة تسعة هل هي جوز يا جماعة يعني دي حاجة أساني بس عايز أقول لك حاجة ما أنا أساني بس عشان بس الناس بتحرق والدنيا ماشية بسكة اختراق الخصوصيات واتهامات وكأنه الدنيا وقفت وكل واحد كل فريق يقف بالتاني إن شاء الله يكونوا عادوا عشر داية إن شاء الله يكونوا عشر داية أنا أكلمك أنا أكلمك في جزيح حاجة واحد ما أعرف أبارك وامش أنا معاك صح أنا معاك أنا معاك أنا معاك بص أنا معاك في خطأ وجمهور أصلا متداية جمهورك متداية أكبر خطأ بالنسباني في الكسة دي إنهم لازم كانوا ياخدوا إذن مبدئيا يعني آه طبعا لازم ما يتأخذوش إذن ما يتأخذوش دا عشكال لا 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 وأنا ما أعتقدش إن لو تقال لدارة الكورة أو لكابسة السادة عب عفيز إنها أروح فرحة يوافق بالتأكيد هم خانهم التقدير ربما ما يكون الراجع أنا معرفش تفاصيل من الفرح صاحبهم صادقهم وفتاح أبجهم لكن هو كان المفروض يتوقف على الحاجة واحدة كان المفروض آه أروح أجامل وبره بره ألف مبروك لكن ماشي واخد بعد فخ في النار يا كماعة يعني عاوز أقول إيه بالراحة كده إحنا مش في معركة دا كورة وهي متعتها وقصرتها في أخطاقها يعني فلازم نأخذ الموضوع أنا عزيزك سؤال أنا عزيزك سؤال أنا عزيزك سؤال أنت في عقوبة مالية في عقوبة مالية تم آه خمسين ألف جنيه أنا رأيي كان لازم لعبوش المطش ده معك حق خاصة خاصة وننتجة هو عاصل كان معانه بعد ذلك النهاردة واثنين يتصابوا رح ننزلهم وما عزيزك لعيبا أبطر رح مش حد لعب أنا على فكرة أنا ممكن أنا ماشي بحرائي حضرتك ده بس هو حرفيا بس أنا تأيد إنه ما ينزلهمش على فكرة أنا ننزل بلد سينيمان ونزل محمد فخري وانا نزلهم مش كده شخصية لعب الآلي مش كده طول عم بس برضه الشريف لو تسمح لي فراه هم ما عملوش كرسة عشان التوصل للعقوبة دي بس في ظل هم عملو خطأ الخطأ ده تعجبوا عليه على قده ماشي بس في ظل في ظل حالة الاحتقان الجماهيري من أداء الفريق وماتش المقصة لأهلي كذبانوا بالعافية وفي ظل صعب كم ممكن ما تظهرش وعندك ماتش عالجها عالجها منو فكرة ما بعدش أتفضل منو العالج الجزئية دي لما حصلت لمجلس تلم مرة تانية عملية قال لهم التمرين سبعة الصبح أنا نفسي لده تمرين سبعة الصبح خلوا التمرين الصبح على فكرة هم مش لعب الأهلي بس هو اللي بيسها كل مصر اللعب أنا بشوف كلي اللعيبة في رمضان كل فرح دا كلي اللعيبة من الديها تانية موجودة صح? كل اللعيبة اللي في مصر ستوز محمود شرفت ونورت كالعادة أنا بسط جداً بالحور معاك سالشريف كالعادة بمسط جداً اشكراك شكراك جزيلا ده كان ختام حلقتنا النهاردة من رقم 10 أشوفكم يا رب على الفيديو